الـ Powerpoint اللي هو عدد للديناه اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بيكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة البحثين السودانيين اليوم السبب 29 غسطس 2020 الجلسة دي قبل كده حصلت لكن ما تسجلت اليوم إن شاء الله حكم مسجلة مع سازرين فيصل عن رحلة التوضيف بصيرة ذاتية والتبكيز من مقابلة الشخصية سازرين فيصل حصل على الزموال البريطانية في دارة الموارد البشرية عندنا ماجستير موارد البشرية وبكاريوس الاقتصاد وهي كوتش معتمدة من الـ International Coaching Federation ممتحة للبرمجة اللغوية العصبية وزولة أرواح ما يكون يعني شهادتنا فيها مجروعة مرحبا بيك يا سازرين فضلت شكرا لك شكرا دكتور أنور لإيطاحت الفرصة وبرحب بيكل الناس المعانا أتمنى إني أقدر أفيدكم بيكل ما أقدر عليه باحتزر مقدمة أنا زولة عندي أزمة فنفسي الليلة ما مرتاح شديد فلو حسيتوا أني شاي لنفس ما معنات أننا مضايقة منكم لكن بس بكون عايزة شوية أكسجين في جسمي بنحتزر عن التأخير كان فيش تفويات تكنيكال إشوز كده لكن الحمد لله الساعة حلت وحنكون معاكم طبعاً هذا الساشن هو منقول عبر زوم فإحنا عملنا ميوت أو قفلنا الميكرافون لكل المشاركين عشان نقدر نتابع البرنامج بصورة منتظمة في نهاية الساشن حيكون في مجال للأسئلة حنعمل أميوت للناس عندهم أسئلة أو تعليقات لكن حالياً لو الناس شافت تحد في برنامج زون في برنامج بتاح شات لو في أي زور عنده سؤال لو عنده أي تعليق أو أي إطافة ممكن يدوز عليها ويكتب ما يشعر تمام؟ بسم الله نبتدي طيب ممتاز حنتكلم الليلة عن متطلبات سوق العمل وأنا حتكلم من ناحية خبرتي العملية وخبرتي الأكاديمية وما بتدعي في أي حال من الأحوال إن أنا عندي كل الأجوبة للتوظيف والتعيين لكن بدي معلومات على حسب خبرتي وبتمنى إنها تكون مفيدة للناس كلها حقطي شنو الليلة حنقطي إنو حنتكلم عن سوق العمل دي صورة عامة بعد ذاك حنتكلم عن المخارات المطلوبة في سوق العمل حنتكلم بعد ذاك عن السيرة الزاتية وبعد ذاك عن المقابلة الشخصية والإنتروفيو وبعد ذاك حنحاول نخد خطة عشان الناس تقدر تلقى وظيفة أو تساعد الناس في إنها تجد وظيفة تمام طيب سوق العمل هو زي وزي أي سوق فيه العرض وفيه الطلب العرض من قبل الشركات والمؤسسات اللي هي بدكم تعليم عن وظائف تكون محتاجة لناس يقدموا لها الطلب بيجي من التجديم من الناس الهم خريجين من الجامعات أو الناس المهنيين في سوق العمل اللي عايزين غيروا مجالهم أو عايزين غيروا الوظيفة تانية الكورونا جاد طبعاً ما مقدر نقدر لما نتكلم عنها لأنها جاد غيرت التوازن في العرض والطلب عادة الانيمبليمت ريت أو البطالة بتكون حوالي 5% يعني معناتها هي healthy أو كويسة مع جوجل ميتينج حتى مع الموبايلات والواتسابات الناس الفيديو كوزة الناس كانت بتخاف أو بتخجل منها حسي على الكورونا أدت فرصة للناس إنها تقدر تقوم بالحكاية ذا بيصورة أفضل من الحاجات التانية العملات اللي هي الابتكار الناس بدت تبتكر وسائل أسوب الأخرى لعلاج مشاكلهم عندنا أكبر مثال هي الشركة الباكستانية القامت هي ولدت أو اتكرت جهاز للتنفس وهو مستعمل هسي حاليا في الباكستان بصورة رسمية وتم اعتماده حيستعمله عالميا وهو بيساعد الناس عندهم كورونا بيساعدهم على التنفس فدي من الآثار بتاعتها في ناس برضو فقدوا وظائفهم في ناس كتير جدا جدا بالذات هنا عندنا في الغرب فقدوا الوظائف بتاعتهم فساعدت الكورونا في أن الناس يجدوا عمل لنفسهم زور يشتغل لنفسه يكون شركة يكون عمل المهم الواحد ما يكون مرتبط بوظيفة في مجال إنو الناس بيقت عندها زمد لأنو كان عندنا اللوكداون أو الحبس أو الكورانتين الناس بيقت قاعدة في البيت فعندها مجال إنها تطور نفسها بالدراسة أو بالتعلم من الآخرين فبيق في وقت والناس استثمرت الوقت تبع صورة كويسة حصل نمو كبير جدا رغم إنو في شركات قفلت وفي ناس كتيرين فقدوا وظائفهم في الناحية التانية في شركات ازدهرت مثلا شركات الاتصالات والإنترنت والشركات بتاع التوصيل واللوجيستيكس حصل في انفتاح لإنو الناس تدعم في حقل بتاع الصحة الأقلية فحصل إنفتاح للمجال دي والناس بيقت مور أوبن ليحا وبيقت مستوعباه وبيصورة أفضل فرصة تغيير المجال في ناس كتيرين بتلقاههم كانوا موظفين أو شغالين في مجال محدد وعايزين يغيروا مجالهم لكن ما لقوا فرصة في إنهم يغيروا مجالهم فكرة إنو الناس قعدت في القوارنتين دي في البيت دا خلتهم يفكروا إنو ممكن أنا شغال في مجال والشغال دهما المجال اللي أنا عايز أشتغل فيه فبالتالي أدت الناس فرصة في إنهم يفكروا في تغيير المجال وبعض الحاجات الكويسة برضو حصلت اللي هي الترانسفيرابل سكيلز اللي هو بيقى في ناس كتيرين في السوق فبالتالي ممكن الواحد تكون عنده مهارات محددة ممكن يشتغل بيها في مجال تاني مثلا زول ممكن يكون شغال في مجال التدريس ممكن نشتغل بعد شوية في شركات في مجال التدريب طيب عايزين نتكلم عن المهارات عادة إحنا لما نفكر في الوظيفة أو نفكر في العمل بنركز في الخبرة بنركز في الشهادات وبننسى المهارات اللي هي بتلعب دور كبير جدا جدا في التوظيف وقبل شهرين كان ترامب اللي هو الرئيس بتاع الولايات المتحدة أصدر قرار بإن التوظيف يكون تاني عن طريق المهارات وليس عن طريق الشهادات دي هي أهمية المهارات هنتكلم عن الثلاثة أساسيات بتاعت المهارات أو المهارات الأساسية اللي احنا بنعرفها المهارة الأولى هي المهارة المهنية أو التخصصية وهي دي المهارة بيحتاج لها الشخص عشان يقوم بعمله أو وظيفته الهوى فيها مثلا الطبيب لازم يكون درس في كلية تطيب لازم يكون اتمرن ويدرب عشان يقدر يتمارس المهنة كذلك المهندس كذلك المحاذج كذلك ناس التشويع فكل المجالات أي وظيفة بتحتاج لمهارات تخصصية ولا مهنية عشان الناس تقدر تشتغل فيها المهارة الثانية هي المهارات السلوكية المهارات السلوكية دي مثلا اللي هي الشخص يكون بيلبس الدباج بتاعته قبل ما إيه داخل المجال العمل دي بوري إنه هو شخص ملتزم فده سلوك من السلوكيات وهدي حاجة مهمة في بعض الشركات لإذا انت ما لابس الدباج حقتك مرة أو مرتين ممكن ما يدخل لك الشركة أو المؤسسة برضو منها الناس اللي تلتزم بالزمن طبعا دي واحدة من المشاكل اللي نحن عندنا في السودان إنه الناس كثير جد ما بتلتزم بالزمن مثلا زور رسل ليك تغرير عايزه بعد ثلاث يوم ممكن ترسل له بعد عشر يوم ده حاجة ما مقبولة أو مثلا بتجي العمل متأخر ما بتجي في المواعيد إذا كان العمل بتجي الساعة تمانية انت بتجي الساعة تزعة دي سلوكيات ما مقبولة الان حركز عليها اللي لا هي السلوكيات الشخصية ليح حركز عليها؟ لأنه بيقة الشركات الكبيرة داخل السودان وخارج السودان بتركز على المهارات الشخصية زي ما بتركز على باقي المهارات نجي نتعرف على المهارات الشخصية المهارات المطلوبة في صوق العمل وده بحث عمله الناس الزمالة العربية والهي خاصة بمنطقة الخليج ومتأسف إنه أنا ما عندي معلومات عن السودان فيها المهارات اللي هي المهارات التواصل الفعال ده مطلوب في سوق العمل لازم الواحد يكون بيعرف اتواصل ومش اتواصل بس اتواصل بصورة فعالة يعني الحاجة اللي انت عايز تقولها تصل للطرف التاني بصورة اللي انت قاصد بيها ده القصد بكلمة التواصل الفعال من التواصل برضو في الاستماع إحنا دايما بحب نتكلم وممارات بنقاطع الناس في الكلام لكن مهارة الخاطب ومهارة الاستماع هي من اهم المهارات في التواصل الفعال برضو من اهم المهارات وهي ظهرت اهميتها حاليا بعد جائحة الكورونا هي التكنولوجيا والعمل بيما لازم نكون بنعرف ندعم مع التكنولوجيا بيذات الموبايل اللابتوب الانترنت عموما لازم نكون بنعرف ندعم مع التكنولوجيا ونعرف كيف نقدر نشتغل عن بعد؟ أنا مثلاً حالياً ليس 6 أشهر بشغالة من البيت، فلازم أعرف أتخاطب مع الناس كيف تفرق في وقت الزمن، تفرق في الثقافة بتاعت الناس، فيه ناس مثلاً بحبوا يصهروا في الكاميرا، فيه ناس ما بحبوا، فكيف تقدر تدعم مع التكنولوجيا والعمل مع الأفراد عن بعد؟ المهارات الثالثة المطلوبة في سوق العمل هي المهارات التحليلية والبحثية ولمهمة جداً جداً، لأن أي صاحب عمله، أي منشأ أو أي شركة واحد يشتغل فيها، بنحتاج لأن الواحد يكون يعرف يحلل المواضيع ويجي تحلول المشاكل، وما يعاين للمشكلة أو للنقطة اللي إحنا بنتعامل فيها أو البروجيكت من ناحية واحدة بس، محتاجين للشخص ينوعين للمشكلة أو النقطة اللي بنتعامل فيها أو البروجيكت من عدة جهات، هي دي المهارات التحليلية والبحثية. مهارة الرغبة في التعلم دي مهمة جداً جداً بالذات للناس الشباب، هما يعضبوا متخرجين بأكبر فرصة لإنه الواحد يكون قادر على إنه تعلم مهارات كثيرة وجديدة وبسرعة، لأنه في منافسة كبيرة بكت جداً في سوق العمل. المرونة وهي دي مهمة جداً، مهم جداً إنه الواحد يكون مرين في تصرفاته وفي أفكاره وفي أفعاله، مثلاً شنو المرونة؟ المرونة مثلاً إذا أنا أديتك بروجيكت عشان تشتغل فيه، وفجأة جيد غيرتك ووديتك لبروجيكت عشان تكون أنت الحاجة التي ممكن تتقبلها، وتكون مرين فيها وتتقبلها، برضو في السوقيات المرونية مثلاً إذا إحنا قررنا إحنا بجالة شغل حيكمنا الساعة من تزعة إلى خمسة، إذا يوم حتيت أنك تجيني من الساعة سبعة صباحاً تكون مرين إناف إذا ظروفك سمحت لك، إنك برد تغيير ساعات العمل. القدرة على إدارة الأولويات، ودي منها إدارة الوقت، وأنا بركز على إدارة الوقت كثير جداً جداً، بالنسبة لي إحنا السودانين، من المعاناة اللي بعانوها السودانين، بالزات لما نطلعوا بره عشان يدرسوا أو عشان يشتغلوا هو إدارة الزمن، وإدارة الأولويات، شنو المهم وشنو الأهمة، وشنو اللازم يدعم الحسة، what's important, what's urgent, what needs to be done right now. فإدارة الأوليات مهمة جداً. المهارة السابعة المطلوبة في السوق العمل، هي التمتع بالمهارات الإبداعية. زي ما قلنا، في تنافس بها في السوق، فكل شركة أو كل مؤسسة بتحاول تعمل حاجة جداً، ومناسبة للأشخاص، ومناسبة للسوق العمل، بصورة سريعة جداً. من أكبر الأمثلة الممكن لديكم لا، إنه يحسي بالشركات بتاعة الأدوية في منافسة، إنها هي جيد لقاح للكورونا، فمحتاجة للناس يكون مبدعين، في إنهم يقدروا إلقوا التركيبية الكيمائية المناسبة، عشان مثلاً يعجوا بها الناس بكورونا. كل ما زال يكون إبداع حتى في التسويق، طريقة التسويق فيها هي إبداع كثير جداً جداً، كيف نقدر نسوق الحاجة، هل في فيسبوك، هل في تويتر، هل في الإنترنت، ولا هل فيسو فيس، فالإبداع هو مهم جداً جداً، ودي من المهارات الشخصية المهمة جداً، عشان نحتاج لا في سوق العمل. دي دراسة عملت قريب دي، وأنا بقول للناس كلها إنها تحاول بقدر الإنكان إنها تنمي القدرات دي، كيف بتنميها؟ نمبر ون، بتنميها بإنك إنتا، ممكن تشوف الناس بتدعمل كيف، مثلاً لو في شخص إنتا حسيت إنه هو بتدعمل، أو بتواصل معك بصورة كويسة، بتكلم كلام كويس، أو بقدر خليك تعمل الحاجة من غير ما إنك إنتا تهس، دي مثلاً من المهارات تحت التواصل الفعالة انت ممكن تكتسيبها، التكنولوجيا وباقي المهارات دي، كلها الناس ممكن تدعمل معها، بإنها تجريد، إن تقاعد في البيت ممكن تحاول إنك تجريد، المهارات التحليلية البحثية، في ناس قفتد ربنا داهونا الخيبة، بإنهم بقدروا يفكروا بالطريقة دي، لكن إذا في ناس ما عندهم القدرة دي، ممكن الناس تنميها، بكلها قدرات الناس ممكن تتنميها، بيئة الكورسات، بيئة الشادوين، بيئة زول يتعلم من الآخرين، دي كلها حاجات مهمة لنجاحنا في العمل. طيب، الزول حيعرف مهارات الشخصية كيف؟ يعني سألت السؤال ذا لكم شخصي، هل عارف مهارتك الشخصية؟ في كثيرين الناس ما بتكون عارفة المهارات الشخصية بتاعته، بنتعرف عليها كيف. أولاً في الاختبارات طبعاً المحتمدة، اللي هي زي الميارس بريكس تايب سيديكيطر، اللي هي مبي تي آي في الإنسايد، في اختبارات محتمدة عالمياً بتوري الشخص مهاراته الشخصية، وأي شركة كبيرة أو مؤسسة كبيرة بالذات في مجال البترول ومجالات الاتصالات، هي بتعمل للناس اختبارات في الاختبارات المحتمدة دي عشان تتعرف على مهاراتهم الشخصية، وهي مكلفة جداً بتتكلف حوالي ما بين 500 لـ 1100 إسترليني، لكن برضو في طريقة تانية، في الإنترنت أنا لقيت في بعض الـ free psychometric testing أو التحليلات الشخصية، هعمل لكم لها copy-paste بعدينك عشان الناس تقدر تستفيد منها، ممكن تدخل فيها، تاخد الاختبار ودي بتوريك مهاراتك الشخصية. الحاجة الثالثة إنك ممكن تسأل الناس اللي حوالينك، ممكن تسأل جارك، أصحابك، أخوانك في البيت، النازل ممكن يوروك إنت الحاجة اللي بتكون كويس أو جيد فيها هي شنو، وبعد ذاكة ممكن إنت تاخد بلان أو تاخد خطة على إنك تطور نفسك. أوكي، نجي نتكلم عن السيرة الزاتية، وهي دي طبعاً مهمة جداً جداً، السيرة الزاتية طبعاً هي همية إنها هي بتكون أول تعامل بينك وبين المؤسسة اللي أنت عايز تشتغل فيها، لكن عندي سؤال عايزة أسأله، وياريت الناس تكتب فيه الشات، الفرق شنو بين السيفي والرزومي؟ الفرق شنو بين السيفي والرزومي؟ طيب، الفرق بيناتهم هو إنه السيفي والرزومي كلمة واحدة لشيء واحد، كلمتين مختلفتين لشيء واحد. السيفي هي كوريكلوم بياتي، اختصار لي كوريكلوم بياتي، وهي كلمة يونانية بتعني مسيرة الحياة. كلمة سيفي مستخدمة في الغرب أو في أوروبا تحديداً، والرزومي هي نفس الشيء، لكن من استخدم كلمة رزومي لأمريكا، الولايات المتحدة، وكندا تحديداً، لكن هم في النهاية بيعنوا نفس الحكاية. من هنا من السلايد دي لو سمحت أي زول عنده ورقة وقالهم جنبه بليز، اكتب لأنه حدي tips مهمة جداً بيساعد الناس في كتابة السيرة الزاتية. طيب، وقبل ما نكتب السيرة الزاتية، عايزين نشوف السيرة الزاتية دي أصلاً رحلة شنو؟ بتمشي وين؟ إنت قتبت السيرة الزاتية بتحتك وقدمتها للشركة، ليه عايزة تكلم عن رحلتها، لأنه ده بيساعدك تفكر لما تجي تكتب السيرة الزاتية بتحتك تركز على شنوه بيزار. الوظيفة الوحدة في السودان قبل الكورونا كانت بيجيها أكتر من ألفين سيرة زاتية للوظيفة الوحدة، باعتقد بعد الكورونا ومع كثرة الجامعات الموجودة في السودان، الحاجة دي ممكن تزيد وتطلع لقاية خمسة ألف سيفي للوظيفة الوحدة، ما باستبعد. الخمسة ألف سيفي دي فيه موظف واحد بتحت عين أو موظفين لازم يعملوا تصفية، فبالتالي يعينوا للسيرة الزاتية وعملوا لها تصفية، وهنا عايزة أتكلم عن الـ Ons Cleaning System، اللي بيكون Online. فمثلاً بعض الوظيفة إحنا بيقوم نقدم ليها عبر الكمبيوتر ولا Online. بحصول شنو؟ نصيحتي في الحتة دي إنه الناس لما تيتقدم Online تلاحظ الأسئلة بتتكتب، لأنه اللي بيعمل الـ Screening أو اللي بيعمل التصفية ده بيكون هو الكمبيوتر. فبعاين لبعض الكلمات المحددة لو لقاك كاتبة في الـ Application Online أو في التقديم Online دية، طوال بيعملك تصفية وبدخلك في القائمة السمي غصيرة. فبالتالي مهم جداً إنا نعين للوصف الوظيفي، اللي هو الأعلن فيه الوظيفة، نشوف الحاجات المحتاجين بنا هي شنو، ونختار الكلمات اللي هي بتكون أساسية أو من محتويات الوظيفة، خدها في الـ Application Form بتاعنا، عشان نقدر بعد ذاك ندخل في التصفية النصفة قصيرة. الكمبيوتر بيعمل الـ Screening دية، وبعد ذاك بيجي موظف التعيين بيعمل تصفية تانية. طيب، يلا نتكلم عن السيرة الذاتية لما تجي لموظف التعيين، اللي هو غالباً في السودان دي أكتر الحاجات اللي بتحصل، ما بنعمل Online Screening في بعض الشركات، فبالتالي موظف التعيين أو السيستم بيعمل التصفية، التصفية دي بيتصل لثلاثة قوائم، القائمة الأول هي القائمة بتاعت الناس المستبعدين، اللي هما بتكون المواصفات بتاعتهم أو السيرة الذاتية بتاعتهم، ما بتتطابق مع الوصف الوظيفي للوظيفة اللي احنا معلنين عنها. في تاني أكيد أو باكد بنخد فيه الناس، اللي هو مثلا منظر السيرة الذاتية بتاعتك ممتازة جداً جداً، بكون عندنا لي قدام وظيفة عايزين معلنة، فممكن نقول لك، والله إحنا، الوظيفة اللي انت قدمت لها دي، ما محتاج لنك فيها، لكن عندنا ليك وظيفة تانية. القائمة الثالثة هي القائمة بتاعت المرشحين، أول هما الناس بنحيس إنهم السيرة الذاتية بتاعتهم مطابقة مع الوصف الوظيفي، دي مندخله في القائمة اسمها القائمة الغصيرة، القائمة الغصيرة دي بعد ذاك بتمشي للمدير أو المسؤول عن الوظيفة، يعني أنا شغالة في الـ HR، جاتني سيرات الذاتية، حسب الوصفة الوظيفة اللي عدوني ليهو، بعمل ليها تصفية، بعد ذاك بطلع بذي سبعة أشخاص تغريباً، بودي السيرة الذاتية بتاعتهم للمدير المسؤول عن الوظيفة، إذا المدير المسؤول عن الوظيفة في التسويق، بودي ليهو الشورت لستية، فيها سبعة أشخاص، بقول له ديلهم أننا عملت لهم تصفية، وهم المناسبين للوظيفة، هو بيختار من السبعة أشخاص ديل، ثلاثة أو أربعة، بيقوم بناديهم عشان عمل ليهم المعاينة، بترجع لي أنا القائمة في الموارد البشرية، بقوم بعمل للناس ديل تلفونات، باتصل بيهم، بوريهم إنه إحنا عايزين نناديكم للمقابلة الشخصية أو المعاينة، طيب، دي قوالب لي كتابة السيرة الذاتية، برضو هعمل ليكم ليها برينت، عشان الناس تقدر تستفيد منها، ممكن برضو الناس تستعين بالمكاتب المتخصصة في كتابة السيرة الذاتية، بالذات الناس الخارج السودان، بشجعهم إنه يمشوا للمكاتب المتخصصة، لأنها تقدر تكتب السيرة الذاتية على حسب مستوى السوق، وعلى حسب حوجة السوق، واستخدام الكلمات المعتاد عليها السوق، ففي وحدات بالعربي، في وحدات بالإنجليز، هعملها قطن تيس، وحاخدت عليهم برضو عشان تستفيدوا منها، نجي نكتب السيرة الذاتية، هنا عايزاكم تركز معي بصورة واضعة، في قوالب زي ما قلت لكم، حارسي لليكم، إذا ما فيوا قوالب الناس ممكن تستخدم طريق تدية، وحتى إن شاء الله السيرة الذاتية بتكون مكتوبة بصورة كويسة، بنبتدي بالاسم، فلان الفلتكاني، ما بنكتدي بـ CV، لأنه الفورم هو ذات أو شكل الحاجة، بديه يزول بعرفينها هي السيرة الذاتية، نكتب الاسم بالبونت العريض، ممكن البونت رغم 14 أو 16، لكن ما أكبر من كده، بعد ذلك بنكتب الإيميات حقنا، بنكتب رغم الموبايل حقنا، وبنكتب مكان السكن، ما بتحتاج تكتب المدينة إذا أنت ما هتقدم لي وظيفة خارج المنطقة اللي أنت فيها، ممكن تخط الصورة بتاعتك، طبعا الصورة بتدي بعد تاني للسيرة الذاتية، الناس الحاسين إنهم هم مرتاحين للحاجة دية، ممكن نخط الصورة بتاعتهم في السيرة الذاتية، بعد ذلك بنجي نتكلم عن الـ Work Experience، اللي هو حسب الخبرة العملية بتاعتك، في سؤال بيسألوني له الناس كتير بيقول لي، نكتب الـ Education أو التعليم بتاعنا، ولا نكتب الخبرة الوظيفية أولي، ده بيحتمد، إذا كانت أنت أول مرة تقدم لي وظيفة، طبعا هتكتدي، لأنه ما عندك خبرة، هتكتدي بالمجال الدراسي، أما إذا أنت عندك خبرة كبيرة، ممكن تكتدي بالـ Work Experience أو الخبرة العملية، فعلى حسب الحاجة اللي أنت عندك فيها خبرة أكتر، بتكتدي بأول حاجة، عشان تقدر تجذب الناس إنهم يقروا السيرة الذاتية، وفي حكاية إنك تجذب الناس يقروا السيرة الذاتية دي، عملوا بحثوا ليقوا إنه موظف التعيين، اللي هو بيعمل الـ Screening أو التصفية، بعين للسيرة الذاتية حوالي 20 ثانية فقط، عشان نحدد هو حيواصل يقرها أو لا، فبالتالي هي كل ما تكون منظمة أو مرتبة، مكتوبة بصورة كويسة، بتجد نظره حيقراها لغاية النهاية، وده الغرض من السيرة الذاتية، طيب، أول حاجة نبتدي بإنه التاريخ بتاعنا، التاريخ البداية هي هو الشغل، والتاريخ البداية، معلش أنك تتباه باللغة الإنجليزية، ما قدر تعربها، بداية العمل بتاعك في يوليو 2015، لحد الآن أنت شغال مدير بتاع التصوير، في الشركة اسمها Lynx، وبعدك تكتب المنطقة بتاعتها، اللي هي كسلة مثلاً في السودان، إذا كانت الشركة اللي أنت شغال فيها، دي ما شركة معروفة للناس، ما في معنى إنك تكتب خط بسيط، سطر واحد تكتب فيه، الشركة دي هي عبارة عن شنو، مثلاً هي دي شركة بتاعة البان، شغالة في السودان كله، ولو عندها ويبسايت، ترفق الويبسايت بتاعها، أوكي؟ يلا لاحظوا، هنا هاتكلم عن المحتوى الوظيفي، أو الحاجات اللي أنا أنجزتها، ما تكتب الوصفة الوظيفية، أكتب الإنجازات اللي أنت أنجزتها في العمل، لأنه أنا ما محتاجة للوصفة الوظيفية، أنا عايزة أتعرف على الشخص هو ذات، وعايزة أشوفه هو عمل شنو، بالبنطة العريض هنا أنا كاتب الكلمات بطريقة كبيرة، عشان عايزة أركز عليها، ودي واحدة من الحياة المهمة بزاد بالنسبة لينا إحنا السودانيين، لازم نستعمل الكلمات الغوية، حققتها، أنجزتها، ما نركز على كلمات بتاعة شاركتها، أساعدتها، لا، أتعرفت، أتعرفت، أدرتها، دايماً الكلمات القوية هي بتكون مهمة جداً، وبتجذب الناس على أساس أنك أنت زال منجز في حياتك، فنتحاول ندعم دايماً مع الكلمات بصورة كويسة، استخدام الأرغام برضو مهم جداً جداً، لأنه هو بالفتة النظر، أي CV بيكون فيها أرغام بتجذب للنظر، لأنه هي بتكون مليانة بالكلمات، لكن الرغم هو اللي بيكون مختلف، في حتة الأرغام دي عايزة أدي مثال، إذا مثلاً أنت شغال في مجال التسويع، وعايز تبيع موبايلات، وعندك أربعة موبايلات، بيحتمينها إثنين، ما تكتب إنه أنا كان عندي أربعة موبايلات، وبيحتمينها إثنين، ممكن تكتب لي إنه أنا قدرت أبيع خمسين في المية من الموبايلات تلك كانت أكاونت التوني، فده الماجك بتاع الأرقام، خمسين في المية رقم كبير جداً جداً، لكن ما تقول لي إثنين، حا عين لأنه حافتك أن الرقم ده بسيط جداً جداً، إذا ما مثلاً ما في مجال إنك تكتب أرقام كثيرة جداً، لو عندك مثلاً بجت أو عندك ميزانية، كنت مسؤول عنها برضو ممكن تكتبها، مثلاً تلتمية ألف دولار، مليون، أي حاجة الناس ممكن تكتبها، كل الكلمات اللي أنت بتستخدمها مهمة جداً جداً، فتركز عليها، وكذلك تركز على قصة إنه الأرقام تكون فيها نوع من الإيجابية. طيب، فين ناس بيتخرجوا جديدين عايزين يقدموا لي وظيفة، وما عارفين يربطوا الوظيفة كيف مع الوصف الوظيفي، مع الوصف بتاع التخرج بتاعهم. نصيحتي هنا إنه الناس بيتخرجوا يربطوا مشروع التخرج بمتطلبات الوظيفة. مثلاً إنت عايز تقدم لشركة بتاعة تشويق، وإنت مهندس زراعي، ممكن تقول والله أنا عملت البروجيكت بتاعي بتاعة التخرج، مشروع التخرج بتاعي، في المكاميكية بتاعة التروية مثلاً، عشان أقدر أساعد الناس أو أساعد الوظيفة أو الزبعين اللي بيستخدموا الماء بتاع الزرع دية، المزارعين هما، إنه المياه تصلهم في الوقت المناسب وبأسرح فرصة. إنت هنا ربطت بإنك كنت عملت مشروع، وفكرت في الوظيفة الوظيفة أو في إرضاء العميل، أو في إرضاء الوظيفة بتاعي الماء. بعد ذلك نجي نتكلم عن الهدوكيشن، اللي هو التعليم، بتكتف إنك تتخرجت مني، تبتدي بآخر حاجة تتخرجت منها، في الماجستير، تكتب إنك آخر حاجة تخرجت في الماجستير، من 2001 الشخص دي لغاية 2003 كان بيعمل في الماجستير. من 1995 لغاية سنة 2000 عمل البكالاريوس. ده سؤال جاهز حيجيك في الانتربيو، الشخص ده في سنة 2000 خلص البكالاريوس بتاعه، وفي سنة 2001 عمل الماجستير. في السنة البين 2000 و 2001 دي حصل شنو؟ مهم جدا إنك تيجهز إجابتك، إذا كان فيه مثلا بعض الناس بيكون حصلتهم زروف، سافروا مع هلهم لا يعني لا قدر الله عيانين، ممكن تكتب السطر واحد بس توضح القابر حصل فيه شنو؟ إذا ما كتبت السطر ده، ده سؤال جاهز حيجيك في الانتربيو، خليك مجهز إجابتك ليه. طيب، نجي بعد ذاك المهارات اللي انت عندك، اللغة اللي انت بتتكلم بيها مهم جدا، بايدوية عايزة ركز على حتة دي، أي زول بتتكلم لغات دي وظيفة جاهزة، أي لغة انت بتتكلمها، صينية، يابانية، كرواتية، اللغة هي في حد ذاتها وظيفة، فيها مجالات كثيرة الواحد ممكن يشتغل فيها، طيب، إذا كان عندك مهارات في المايكروسوفت مثلا، في الكمبيوتر سكيلز برضو ممكن تضيفها، إذا كان بعد ذاك في شهادات أو حاجات انت بتشتغل فيها، الاكترا كوريكلر، الاكترا كوريكلر هو الناس اللي بيشتغلوا مثلا، في المجالات التطوعية، ممكن يضيفوا الحاجة دي في المنطقة دية، خدت جائزة مثلا، ممكن تكون أنا خدت الأورد مثلا بتاع طلحت أول الدفعة، أو خدت الأورد بتاع الـ Employee of the Year، دي برضو حاجة الناس ممكن تكتبها، و برضو أي حاجة انت بتكتبها في سيرة ذاتية، بتضع مجال لأنه يجي فيها سؤال في الانتربيو، طيب، عايز أوريكم هنا أمثلة للسيرة الذاتية اللي بتجي للناس، و عايز أوريكم اللي بتلفط النظر، في ألعال الشمال دية، إدواردز هومسترق دية، كاتب حقته منظمة بطريبة قويسة، و شكلها جزاب، لكن نوعين هنا لإيلان موسك، إيلان موسك دية هو، طبعا، ناسي ناس كثيرين بيعرفوه، هو كان المدير السابق بالنسبة لتسلا، اللي هي السيارات الجديدة، الفاخرة، كاتب السي بي بتحته في صفحة واحدة، دازل عنده very rich experience، كاتب السي بي بتحته مختصرة في صفحة واحدة بطريقة، فأنا بالنسبة لي على اليمين فيها الخطوط بالأحمر دية جزابة جدا جدا، فيها صورة، كاتب بطريقة مختلفة، فيها ألوان، حات هلفت نظريها عين لها وحا أقراها، على الشمال دية أنا متأكد أنه حاجيني كم سي بي بنفس القالب دية، حتكون مكتوبة بنفس الطريقة، فغاد تكون بالنسبة لي أنا مام دية. نجي هنا عايزين نعاين لأخطاء الشائعة في كتابة السيرة الزاتية، في ناس كثيرين بيكتبوا السيرة الزاتية بتاعتهم بتكون طويلة جدا جدا، وهنا عايزة تكلم عن حاجتين، إذا أنت نقدم للخليج، ما في معنى أن السيرة الزاتية تكون طويلة، لأنه في الخليج الناس بتطلب أن السيرة الزاتية أصلا تكون طويلة، كل ما تكون طويلة تكون فرصتك في إيجادة العمل أحسن، أما إذا أنت عايز تقدم في أمريكا أو في أوروبا، السيرة الزاتية بتاعتك ما تكون أكتر من الصفحتين، هس إحنا شفنا أنه إيلون ماسكن هو عنده خبرة بتاعت أكتر من 25 سنة، مختصرة سي بي بتاعته في صفحة واحدة، فنتفادى السي بي الطويلة، وزي ما قلت لكم موظف التعيين بيجيه على الأقل ألفين سيرة زعتية، فبالتالي كل ما تكون مختصرة، كل ما تكون مقبولة بالنسبة اليوم، في ناس كثيرة بتقوم بتكتب داك الوصفة الوظيفة بتاع الوصفة، هم كان شغالينها بيخدوها في الخبرة بتاعتهم، بأكد تاني اتكلم عن إنجازاتك، لأنه الغرض إنه إحنا نعرفك إنت وقدر تأجزت شنو عشان نقدر نناديك للإنترويو، فدائما ركز في إنك تكتب إنجازاتك بدل عن الوصفة الوظيفة، وركز على استخدام الكلمات القوية والأرقام في كتابة السيرة الزاتية، القوية الثالثة اللي بيغلطوها ناس كثيرين إنه بيكتب حاجات ما عندها أي علاقة بالوظيفة، وهنا عايزة ركز على نقطة مهمة، إنت لما تقدم السيرة الزاتية بتاعتك، الغرض منها إنها هي توصلك للمعاينة، ما حتوصلك للمعاينة لو أنت كانت فيها حاجات أصلاً ما لا علاقة بالوظيفة، أنا كموظف تعيين أصلاً لما تجيني ألفين سيرة ذاتية ما بعين ليها على إسوء أنا عايزة أوظف الشخص، بعين على إنه أنا عايزة أبعد السيريز ديل على شاس إنه أنا قصرهم لي عشرة سيريز بس أقدر، أطلع منهم القائمة القصيرة الحواديها للشخص المسؤول، فبالتالي أي حاجة تتكتب في السيرة الزاتية لازم يكون لها علاقة بالوظيفة اللي أنت مقدم ليها. الأخطاء الأملائية دي قاتلة، أي شخص ما عنده الرغبة إنه يراجع السيري بتاعته ويشوف الأخطاء فيها وصحيحة، ما يقدم للوظيفة، لأنه ده أول حاجة أنا أعاين لها وأشوف إنه الشخص هو طريقة أداؤه للعمل كيف، إذا أنت مهتمت بأنك أنت تراجع سيرتك الزاتية، ما حتراجع الريبورتات في الشغل، ما حتراجع العمل، فبالتالي ما حفكر في إبناء ما أوظفك. وتاني بعيد إنه لما تصني الفين سيرة زاتية، هحاول إنه أنا أقلل من نسبة السيفيز البعين لها، ولقيت الأخطاء الإملائية طوال حاستبعد الوظيفة بتحتك حتى ولو كانت هي مناسبة للوظيفة. برضو من الحياة اللي بنستعملها كثير جداً جداً، هو الإيميالات اللي بتكون يعني ما professional إذا ممكن أقول، من حق أي زول استخدم أي اسم، ودي حاجة جميلة بالزات الناس الشباب، لكن إنت عاين لما تقدم الوظيفة عايز شكلك أصلاً يكون professional. في النهاية إحنا humans أو إحنا بشر، وبنتعامل بالfirst impression. فبالتالي مهم جداً إنك إنت لما تقدم للوظيفة وتكتب السيفيز تحتك الإيميال بتاعك إكون professional، حديكم مثال، ودي حاجات بتحصل، فيه مثلاً جانا سيفي واحد كاتب الأسد الجعجع.hotmail.com. أكيد أنا ما عايز أوصف الأسد الجعجع، دفنت لي ما عايز أوصف أشغل معي الأسد الجعجع، لأنه ما عايز أزول الجعجع معي في الشغل. فدي واحد من الحاجات الأخطاء اللي بي نرتكيبها، برضو في بعض الشابات، مثلاً واحدة تكتب ليك فمثلاً الحاجات اللي بتكون شوية مخيفة بالنسبة لنا عن إحنا ديل، بنكون عايزين شخص يكون professional. استخدام الموظف الموارد البشرية اللي هو بيقوم بالسكرينين أو التصفية، ما عنده القدرة إنه يعرف المصطلحات العلمية اللي انت بتقدر تعريفها، لأنه هو بتصل وصف وظيفة محدد، فبالتالي المصطلحات اللي بتكون غريبة عليه، وقد تبعدوا في إنه عايز لسيرة ذاتية. زي ما قلنا قبيلك، ما عم نحتاج إنك تكلمة سيفي، نستفيد من المساحة عشان نقلل، إلا العدد الصفحات، بنكتب بس الاسم بالبونت العريض، ده بيكفي. الخط الصغير، مهم جداً إنه الخط يكون مناسب، البونت رغم 11 أو 12 هو المناسب في كتابة السيرة الذاتية. لو بيقى الخط صغير شديد وأنا ما قدرت أقراه، دفنت لي هأبعد السيرة الذاتية بتحتك، وما هأحاول أمشي فيها ليه جداً. المقابلة الشخصية المقابلة الشخصية طبعاً هي من أهم الحاجات، بنس إنك عملت السيفي بتحتك، في مرحلة السيرة الذاتية أو السيفي، ده مرحلة الشركة بتكون ما عندها الرغبة إنها هي توظفك، أنت اللي بتحاول تقنع الشركة إنها توظفك. لما تجي ليه مرحلة المقابلة الشخصية، الشركة بتكون عندها الرغبة في إنها هي توظفك، وإنت عندك الحق في إنك تفكر إنك عايز تتوظف فيها أو ما عايز تتوظف فيها. فإنك تفكر المقابلة المقابلة الشخصية، في عدة أنواع، وهي الـ Comment Types، وهي الحاجات اللي إحنا بنعرفها عادة كل يوم، فيه الـ Panel Based، وهي بتكون في Panel أو بيكون في مجموعة من الأشخاص، ما بين ثلاثة لخمسة أشخاص، بيكونوا معاك إنت كشخص مقدم للوظيفة، وبيسألك بعض الأسئلة وبتجاوب عليها. برضو من ضمنها بيكون المقابلات عن طريق التلفون أو مقابلات عن طريق الفيديو، بتكون كلها بيس على Panel، اللي هو زي ما قلنا في عدة من الأشخاص، هما بيسألك الأسئلة اللي إنت ممكن تجاوب عليها. في الـ Structured Interview، اللي هو ديد عمل، أو بعد فترة عشان نتفادق قصة التنييز، فيه ناس كتيرين كانوا مشتقوا من التنييز، فالـ Structured Interview دهو بتكون إحنا لكل مقدم بنسأله نفس الأسئلة، عشان نقدر نتفادق التنييز بين الناس، السؤال حسأله للمقدم رقم واحد والمقدم رقم الاثنين هما نفس الأسئلة، الإجابات بتختلف على حسب الشخص. الـ Assessment Center دهو طبعاً من أنجح وسائل التعيين، لكن طبعاً مكلف جداً من ناحية بتاع الزمن، ممكن يكون ما بين يومين لأسبوع كامل، بيكون فيه group exercise أو عمل بتاع فريق، بيكون فيه presentation، بيكون فيه interview، بيكون فيه sessions بتاع coaching، في الـ Assessment Center، بنراقب الشخص وتعامله كيف مع الآخرين، كيف بيقدر يحل المشاكل، وزي ما قلت لكم، من أنجح الوسائل مستخدم في السودان، في بعض الشركات الكبيرة. التكنيكل اللي هو إحنا بنحاول نشوفه الشخص في مجال العمل حقه، بيقدر إعمل الحاجة فعلياً كيف، عادةً بنستخدمه للوظائف التقنية، لو مثلاً عايزة جيب لي شخص مكانيكي، بجيب ليه مكانة بايزة، وبشوف قدامي، هو بيصليحها كيف، عشان عارف هو مهنياً بيقدر يشتغل أو لا، لو عايزة جيب لي واحدة تطبع لنا مثلاً، بكون عايزة أشوف سرعة الطباعة بتاعاتها، فبديها تكنيكل كاست عشان أشوف قدرتها. الفيديو اللي هو مستخدمها السعبية حالياً، الواحد عن طريقة الفيديو، بتسجل أنت المقابلة بتاعتك، أو السيدي بتاعتك عن طريقة الفيديو، بترسله لنا، إحنا بنعمل فيديو كول عن طريقة الواتساب، وبنيدعمل معاك على حاس الأساس، ومنها برضو بطقي فيه، من الأساس من الأساس من الأساس، مثلاً، نقول لك قديم بريزنتيشن، السرس انترويو ده هو من الانترويوهات بيقدمه للناس، بيقدمه لي وظائف مثلاً، بتاعت CFO، اللي هو الوظائف العليا في الشركات. دكتور أنور، ما عارف حنقدر نشغل الفيديو ده، أو لا؟ ممكن تشغليه. أوكي، أتمنى أنه ناس تقدر تسمعوا مع عارفة. بوضع المشاهدة. عايزة ناس باستشوف الفيديو دي، هو دي شركة مرسيدي، عايزة أوتظف ناس، فأعمل سيوم الإنترويو بطريقة مختلفة، وهو دي طريقة الغيرتغييدية. شكرا للمشاهدة 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 بطريقة كويسة وفي الإجابة العيس تقولها وتردعها للناس بطريقة أوضع لغة الجسد الإرجابية مهمة جداً إحنا كسودانيين عادة الواحد بيجي تلقاو بعين في الأرض لا عين للناس في وشهم ممكن تعين زي ما بقوله في الجبهة بين العينين لو ما عايزت تعين للناس في عيونه لكن تعين بعيد الواحد يكون بيتكلم معاك وبيسألك في سؤال وإنت بتجاوبي تعين في الأرض أو تعين في السجيف الـ eye contact مهم جداً قاعدتك في الكرسي لاجب تكون قاعدة مهزبة خد يدينك بطريقة مهزمة تعمل يعني تلفق يدينك خليهم في ريد لينك أو خليهم لو قدامك في مكتب خليهم قدامك في المكتب الجلسة لازم تكون جلسة مهزبة لأنه دو برضو بتحكيس شخصيتك في بعض العادات السيئة اللي احنا بنعملها إذا ممكن نسميها عادات سيئة بنعملها لا شعورياً يعني احنا ممكن قصدانة بس لكن لأننا ندعودنا من العادات السيئة مثلاً الواحد تسأل السؤال تقول له إنت تخرجتها سنة 95 يقول يقول لك وهي حركة نعم أو آي بس بالطريقة السودانية العامية وهي ما فيها حاجة لكن بس ده ما بكون الوقت المناسب أو المكان المناسب إن الواحد تستخدمه أو تسأل السخص سؤال يكون الإجابة بتاعته لا يقول لك أصلاً ما حصلت وهي معناتها لا لكن بس باللغة العامية بتاعتنا الناس بتعمل الحاجات دي believe it or not الناس ما بتصدق لكن الناس بتعمل الحاجات دي لا شعورياً فدي بعض الحاجات السيئة الناس تحاول تتفاداها برضو من الحاجات اللي بينصحوا بها الناس إن الواحد لو متوتر شديد يأكل اللوبانة مثلاً تأكل لك لوبانة عشان تزيل التوتر ما تنسى تطلع اللوبانة في بعض الأخوات بيخشوا أو الشابات بيخش دخلوا الانتربيو وبكونوا لسا بياكلوا في اللوبانة وبينصروحهم وبعد ذاك بتقطقوا اللوبانة داخل الانتربيو أبداً دا سلوك ما مناسب بالنسبة لأخواننا الشباب برضو مرات الواحد بيكون ولا مؤاخذة يعني خاتي السفة بتاعته نساها وقاعد بيهجوا والانتربيو تلخبت في كلامه يعني الشكل بتاع بكون ما مناسب فالناس تكون تلاحظ الحياة دي بيصورة مهمة جداً إياكم تتكلم بيسوء عن آخرين بالزات الناس اللي بيكونوا خرجين والله الكلية ما كانت منازوة والأستاذ الفلاني كان زول سيئ جداً الناس اللي أريدي هم شغالين في مجال العمل ليس بتشغلك الفات يقول لك والله المدير بتاعنا دا كان كعب أو الشركة الفلانية دي ما كانت شركة فير أو ما بيتعامل الناس بيصورة كويسة لا نهائي ما تتكلم بيسوء عن الآخرين لأن طوال اللي احتقادة اللي بيجينة إنك انت بنفس الطريقة اللي تتكلمت به عن الآخرين دي حتتكلم بيها عن الشركة خليك present أو خليك حاضر في الوقت اللي انت فيه يعني ما تخلي زهنك اللي هو شي طبيعي إنه الواحد زهنه بيسهب له بعيد أو تفكر في حاجات تانية لا بي present خليك في اللحظة اللي انت فيها دي ما تفكر في أي حاجة تانية غير اللحظة اللي انت موجود فيها لأنه ده بخليك انت تكون بجاوب بطريقة أفضل في الحتة بتاعة البي present دية حبشي لك منها ليجهز بعض الأسئلة عادة لو الانترويو بطريقة competent في نهاية الانترويو بنسألك هل عندك سؤال؟ نحن خلصنا بالانترويو هل انت عندك سؤال؟ لازم لازم بكرر أجن لازم يكون عندك بعض الأسئلة المجهزة مثلاً زي شنو؟ ممكن تسألنا سؤال تقول لنا مثلاً المشاكل الهسع المقابلة الشركة هي شنو؟ حجم الكمبيتشن المقابل أو المنافسة بتواجهها الشركة هي شنو؟ مثلاً هسع في الكورونا الآثار بتاعة كورونا في مجال العمل بتاعة المؤسسة بتاعتكم هي شنو؟ وضي بعض الأسئلة انت ممكن تساعد بها في انك انت توري الناس انك interested أو عندك الرغبة في الشركة أو العمل في المؤسسة عايز أختم السلايدي بإنه أقول إنك يعني ما بتكون عندك فرصة تانية عشان تعمل انطباع أول إحنا في النهاية بشر وناخد بالانطباع الأول رغم إن إحنا مندرب الناس في الانتربيو إما يا إخوانا ما تاخدوا بالانطباع الأول وأعرفوا الشخص لكن في النهاية النفس البشرية هي النفس البشرية هي عندها الانطباعية ودي حاجة طبيعية طيب في أسئلة انت عايز تجهز نفسك للانتربيو في أسئلة بتجي في 90% من المعايات ما في أي كلام كثير في حتة دي فممكن الناس في التشات حاول تكتب ديكم زي دكيكة كده تكتبوا الأسئلة بتفتكروا إنها بتجي كتير في الانتربيو هي عشنا بتجي في 90% من المعاينات عشان ما أخير الزمن وأنا ما قادر أشوف التشات حا أوريكم الأسئلة دي أول سؤال بفتتحبه عادة للانتربيو وهو حدثنا عن نفسك أغلب الناس لما نسألهم السؤال دي بيقوموا بيقولوا لنا الكلام المكتوب في السيرة الزاتية لا دي فرصة ذهبية أول دقيقة أو دقيقتين انت دخلتها فيها الانتربيو هي دي فرصة ذهبية بالنسبة لك إنك انت تسويخ نفسك بالنسبة لنا يتكلم عن مهاراتك وكيف مهاراتك دي ممكن تضيف للمؤسسة مثلاً انت قدمت لي وظيفة بتاعة المحاسب أنا سألت قلت لك حدثني عن نفسك والله أنا شخص بحب الحسابات و بحب الأرقام مما أنا بدرس في الجامعة وفي المدرسة دايماً بحب مجال الأرقام وترتيب الأرقام فبالتالي بدي إحساسي أني ممكن أقدم خدمة كبيرة بالنسبة للشركة خاصة إنه مواكب في مجال التكنولوجيا ممكن نقدم سيستمس جديدة دي كده أنت تكلمتين عن نفسك الخطأ في إنه في كتير من الناس الأول ما نسألهم حدثنا عن نفسك والله أنا اسمي ريم فيصل ومتزوجه وعندي ثلاثة أولاد وساقنا في الكلاكلا وعندي رغب إنه أشتغل في الشركة دي من شاء الله ما تقول لي أي حاجة مكتوب في السيرة الزاتية وعن حياتك الشخصية تركز في إنك أنت تربط مهاراتك بالوظيفة السؤال الثاني ماذا تعرف عن المؤسسة كبيرك تكلمنا قلنا إنه مهم جدا إنه قبل ما تدخل الانتربيو إنك تتعرف على المؤسسة من خلال الويبسايت أو تسأل الناس كل ما تعرف أكثر كل ما بيكون أفضل ده سؤال بيجي بزداد لو أنت مقدم في الدول الغربية ده سؤال مؤكد جدا جدا بيجي في الانتربيو ما هي نقاط ضحفك؟ دي حتة مهمة جدا وبيجي برضو زي ما قلنا في كتير من الانتربيو لازم تجهز نقاط ضحف ما في زول مكمل أي زول فيه حتات عايزة تطبر فيها وما في أي مشكلة الناس ما تخجل من الحاجة دي لكن تركز في نقاط الضحف هي ممكن تساعدك في إنك تلقى الوظيفة مثلا واحدة من نقاط الضحف ممكن تقول إنه أنا واركوخوليك بحب أشتغل بحب أشغل الكتير برضو واحدة من الحاجات اللي أنا لقيتني في مرة من الانتربيو عجبتني ودايما بحب أقوله عايزين نوظف شخص عشان يشتغل في الحقول بتحت البترول يعني عايزين نشتغله في الفيلد ما عايزين نشتغل في الأوفيس فلما نسألناهم يعني ورينا النقاط ضحف فقال أنا يعني رغم إنه ممكن يشتغل في المكتب لكن ما بيحب شغل المكاتب والحتات المقفولة عادة بيحب الشغل في المجال المفتوح فدي كانت إجابة زكية جدا جدا والناس ممكن تركز عليها فإنها تبني نقاط ضحف على هذا الأسعاد ليه عايز تغيير بالناس سؤال ده بيجي للناس اللي عايزين يتحركوا من مثلا من بنك لبنك آخر أو من مؤسسة لمؤسسة أخرى ليه عايز تغيير وظيفتك الحالية لماذا تريد تغيير وظيفتك الحالية زي ما قلنا ما عايزين نتكلم بسوء حتى لو أنت كنت بتعاني في المؤسسة اللي تشغال فيها ممكن تقول والله أنا عايز أطوير نفسي وعايز أشوف مثلا مجالات تانية عايز أشوف السكترز التانية أو المجالات الأخرى في مجال العمل ممكن أطوير فيها نفسي كيف لكن ما تتكلم بسوء عن أي شركة أنت اشتغلت فيها لائما حاول أنك تقول أنك عايز تطوير نفسك وإنك عايز تشوف حاجة جديدة وعايز تقدم عايز مثلا challenges جديدة عايز تشوف projects جديدة لكل أجوبة ممكن تجاوبي على سأنك تدي سبب لإنك تقيرت الوظيفة بتحتك لماذا نوظفك؟ السؤال طبعا بيجي ليه نختارك أنت من دون الناس طوالي؟ هذا سؤال أنت جاهز بها مهاراتك عارف مهاراتك هيشنو ممكن توظفوني لأنه أنا ممكن أقدم لكم إذا إنت مثلا عايز تقدم لوزيفة بتاعة محاسبة أنا ممكن أقدم لكم نظام محاسبي أنا شخص ملتزين بقدم البروجيكس بتحتي من الزمن المناسب في الوقت المناسب بالرسورسزة التي عندي عندي خبرة مثلا في اللغة الإنجليزية بجيدة اللغة الإنجليزة تعمل مهاراتك في إنك أنت تقنيع الناس إنهم هما يوظفوك وده سؤال مهم جدا جدا نجي للراتب اللغة هو مهم جدا بالنسبة لأي شخص كلنا بنشتغل عشان الراتب وبنشتغل عشان حاجات تانية طيب الترك هنا إذا هما سألوك من الراتب قلوك كم بتتوقع في بداية الانتربيو تقول لهم والله يا جماعة كده إحنا تتعرفوا علي وأنا أتعرف عليكم وبعد ذاك إحنا نحدد الراتب ده بيديك فرصة في إنك إنت تتصورت نفسك وبتوري إنك إنت شخص متواضع وما همك بس في القروش لكن همك في إنك تتواضع إذا سألوك السؤال في نهاية الانتربيو ممكن تقول لهم والله طبعا إنتم كمؤسسة بكل خاتين سلم محدد ليه المرتب فلو وريتوني السلم ده أنا ممكن أوريكم من الراتب لأنا متقطع وشنو طوالي إنت كده بتكون قلبتا ليهم هما الإجابة على سينهم هما يوروك إذا رفضوا يوروك ممكن توريهم تقول لهم والله يا أخوانا أنا حسب ما عملتك بينك ما أقولنا تعرف غيمتك في السوق ليه تعرف غيمتك في السوق عشان السؤال دي والله يا جماعان عملت ريسيرج في السوق بحث في السوق وقيت إنه المرتبات في الوظيفة دي بتكون حوالي كده فإحنا ممكن نتناقش فيها على حسب اللي أنتو بتقدموه وعلى حسب اللي أنا ممكن أتنازل ده بس كاركاتير بتكلم واحدة سألوها قال لها أين طري نفسك بعد انتي هسي عمرك 30 سنة بطري نفسك وين بعد خمسة سنين قتليهم إن شاء الله بكون عمري 35 دائما الناس بتحاول تتطور نفسها وتصل لي منصب أعلى فبالتالي لما نسألك الانتربيو ويقول لك أين طرى نفسك بعد خمسة سنين ويقول تقول له بره نفسي في التطور بره نفسي في مجال أوسع بره نفسي إن أنا اتعلمت حاجات أكتر من الإجابات المخيفة في بعض الناس بيجاب ويقول له والله أنا بس عايز أكون فيه كرسي المدير فده ما دائما هو بكون الإجابة الأمسل ما في شك إنه في ناس كثير مننا لما ندخلوا على الانتربيو بيكونوا متوترين وهو زي ما قلنا ده شي طبيعي في الـ NLP أو البرمجة العصبية اللقوية ترجمة بتاعاتها بالعربي صعبة شوية لكن الـ NLP بيفتكروا إنه لما أنت تكون متوتر ده شي طبيعي لأنه ده هو جسمك بيرد على الإحساس بالخطر لأنه في ناس بيحسوا إنهم وداخلين على الانتربيو ذي كأنه هو خطر فبالتالي بيجي فينا الهورمونات بتاعت الكورتزول مثلا اللي هي بتكون الأدرينالين اللي هي بتكون بتخلي زولين ويتنفس بسرعة أول حاجة نحاول ناخد نفس ندخل الأنكسيجين في جسمنا ده بيزيل نسبة التوتر بطريقة كبيرة جدا جدا قبلك تكلمنا إنه الواحد يتكلم براحة ما تتكلم بسرعة لأنك لما تتكلم براحة بتدي نفسك فرصة إنك تفكر في الإجابة The psychologist أو الناس علم النفس بيقول لك ممكن تسبت رجلينك إنت قاعد تسبت رجلينك في الأرض بصورة قوية الإحساس ده بيخلي التوتر يمشي من القدمين للأرض والقدمين ما في زول بيكون شايفة غيرك إنت ولا في زول حاسب إنك تدايس على رجلينك غيرك برضو بيزيل التوتر الابتسامة الابتسامة مهمة جدا لأنها بتوصل رسالة للمخ إنك إنت مبسوط وبالتالي الجو حوالين الانتربيو بيكون إيجابي الروحانيات حسب إنك دينك مثلا الناس في الإسلام في الصور في القرآن الناس المسيحين ممكن استخدموا البايبل الحاجات ده بتساعد في إنه الواحد يقلل من التوتر شوية في ناس عندهم طريقتهم الخاصة فينهم يزيلوا التوتر مثلا يكون يسمع شخص هو بيحبه أو مثلا يكون بيسمع له في غنية بتشجع على إنه هو يكون مبسوط دي كل حاجات بتساعد الشخص إنه يتخلص من التوتر طيب تكلمنا عن المخارات تتكلمنا على السيرة الزاتية وتكلمنا على الانتربيو وكده إحنا بدين عندنا مجال إننا نفكر في إننا نبحث عن غزيفة دارين نخط خطة ليه أنا دايما بقول كلمة خطة أو ليه أنا خطة بلان لأنه 87% من الناس الماجحين لما نعمل معهم انتروبيو لقلهم هم دايما بخطوا بلان لحاجاتهم أو بخطوا خطة للحاجات اللي هم عايزين يعملوا للتالي فكرت في إنه نعمل خطة عشان نبحث عن وظيفة أو عشان نجد وظيفة بإذن الله أول حاجة نجهز السيرة الزاتية بتاعتنا بالطريقة اللي احنا قلنا نتفاض الأخطاء الكثير اللي ممكن تكون موجودة مؤسسة الباحسين قدمت ساشن عن ال-LinkedIn الناس اللي عندهم فكرة ممكن تعمل ال-LinkedIn فوفايل بتاعك لأن الشركات لما تبحث عنك لما تجد عن وظيفة وتسأل عنك بتفتح الفيسبوك حقك بتفتح الإنستغرام بتفتح ال-LinkedIn الفوفايل بتاعك عشان تتعرف عليك بصورة أكتر فبالتالي الحاجة الجي مهمة جدا أكتب قايمة باسماء الشركات والمؤسسات اللي انت ممكن تشتغل فيها إذا انت تخرجت عايز تشتغل في مجال الألبان أكتب عايز أشتغل في كاب ومسلا عايز أشتغل في المراعي دي كلها شركات أو مؤسسات انت ممكن تلقى فيها شهود فلما تكتب اللي ستسهل عليك فإنك كيف تتعرف الحيطات اللي انت عايز تقدم لها طبعا هاس دي أغنب الإعلانات للوظائف بقت عن طريق الانترنت يعني الجرايد والراجل حياة دي كانت زمان هاس هي بقت ما موجودة فبالتالي أكتب أسماء المواقع في النت اللي انت ممكن تساعدك في إيجاد وظيفة أنا هقدم لكم بعدين ببورته بعض اللين سيبتوريكم المواقع الممكن تلك فيها وظائف داخل وخارج السودان أكتب الأسامل دي وأدخل فيها عشان تقدر تعرف كل مرة الإعلانات عن الوظائف بتتغير أكتب أسماء المعارف أو الناس اللي بتعريف أنهم ممكن يساعدك في إيجاد وظيفة وذي مهمة جدا وهنا أنا ما بتكلم عن الواسطة الواسطة موجودة في كل العالم ما بس في السودان هي موجودة ممكن في صورة أقلة في أوروبا أو في الدول المتقدمة لكن هي موجودة في كل العالم أنا لما نقول الأسماء بتحت الناس المعارف الممكن يساعدك هم الناس الممكن يكون في شغالين في شركة مرات بتكون في جوب بتاعة التقط مثلا عايزين زول اشتغل شهر أو شهرين أو زول تشغل في بروجيكت واحد مثلا إنت لو مثلا المحامي والناس دي اللي عايزين المحامي لو أنا عارفة إنك بتفتش على وظيفة حقوم وقولهم والله يا إخوان أنا عندي لكم محامي لأن الشركة ما بتكلف نفسها إنها تقوم بتاعة التعيين الأساسي لوظيفة كاملة فبالتالي الحاجة دي ممكن تساعد دايما إحنا مشكلتنا إننا بيفكر في إنه إحنا بس لازم نشتغل في العاصمة ولازم نشتغل في الخرطم ولازم نشتغل في لندن لا ممكن نكون مرنين قبل نقول المرونة واحدة من الـ الأساسية لإجابة الوظيفة ممكن نفكر نشتغل برا العاصمة بالذات الناس الخرجين الما عندهم خبرة دا الوقت المناسب لإنت ممكن تكون فيه مفتوح لإنك تتعلم حاجات جديدة فبالتالي ممكن لو لقيت وظيفة خارج العاصمة أو مكان إغابتك الناس تقبل بها وتحاول تتعلم منها وتبني منها خبرة إذا في طريقة أزول يشتغل من غير مرتب برضي دي فرصة كويسة جدا إذا لقيت فرصة بتاع الترينيج شغل من غير مرتب بتتعلم منها رغم إنك بتكلف نفسك لكن برضو بتكون التمن إنك تتعلم ممكن برضو شركة المؤسسة الباحثين السودانيين فيها حتى كثير الناس ممكن تتبرع أو تتعامل مع الفولنتيرين زي هذا حاجة مهمة صدقات فيه كثير جدا في السودان في المجال الطوعي فيه مؤسسات كثيرة الناس ممكن تحاول إنها تشتغل فيها تكتسب خبرات كبيرة جدا أي خري تخرج أنا بشجع إنه أول حاج يدعى يلقى له وظيفة أو عمل ما بالضرور وظيفة يدعى وعمل بدون مرتب في المجال الغير الطوعي هتتعامل مع الفريخ هتعرف الناس في الفريخ هتتعامل وكيف هتتعلم المرونة هتتعلم التواصل الفعال اللي تكلمنا عنه دي كلها حاجات بتتقدم لك بدون مرتب لكن هي فرصة لتاعد إنه الواحد يطور نفسه ويتعلم الناس تفكر في العمل الخاص إحنا دايما بيكون risk averse ما بنفكر في إنه الواحد ممكن عمل لو عمل خاص الحاجة بنتكون مخيفة بالنسبة لنا وبنشوف حاجة صعبة جدا جدا لا ممكن الواحد يفكر في إنه ادعلم حاجة ومنها ابني عمل الخاص وبضرب مثل باش مهندس محمد كيبيض أنا خطم إنه إزي من أنه ضرب به مثل تخرج من كلية الهندسة مساحة جامعة الخرطوم أول حاجة اشتغل المدرس بعد شوية قام عمل مدرسة وحسي حاليا بإمثالك أسطول كبير جدا من المدارس فالواحد يكون عنده الشجاع إنه هو يعمل العمل الخاص بتاعه إن شاء الله الواحد ينجح اللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية فبالتالي اللغة الإنجليزية مهمة جدا جدا وبيتوسع فرص الشخص مهم جدا وأنا عارف إنه تعلم اللغة هو صعب جدا جدا لكن في مؤسسات وفي شركات كثيرة الناس ممكن يتعلموا منها الإنجليزي أزول لو فتح الراديو سمع زي ما قال سعد صالح البي بي سي الواحد برضو ممكن يتعلم اللغة الإنجليزية هي بتكون صعبة لكن البداية مهمة آخر حاجة باختب بها هي الواحد أنه يحاول يطور نفسه يطور زاده يقرأ يتدرب مهنيا يعمل حاجة مختلفة تساعده على أنه يطور نفسه وتفتح له مجال للوظيفة طيب برضو هعمل لكم copy paste للحاجات دي هي دي المواقع أنا لقيت في سودان أروم في هبا international في سوداني سكرير دي بعض المواقع اللي هي بتساعد الناس في أنهم يلقوا وظائف الناس ممكن تتابع فيها الناس اللي عايزين تطعو الخليج في golf talent في bayt.com في back knee دي كلها وظائف جهاد ممكن الناس تلقى فيها وظائف وبرضو هعمل لكم paste لل international arena زل بعملوا فيها إهلانات للوظائف آخر حاجة وآخر نصيحة عايزة أقول لكم الواحد ما يقدم الوظيفة هو عارف إنه ما حيخدوها فيها إذا إنت عارف إن الوظيفة دي ما حيخدو فيها ما تقدم لأن الحاجة دي بتأثر في نفسياتك بتأثر في ثقة تقبير نفسك السيرة الزاتية تحتك ذاتا لما تكون موجودة كتير في كل الحيطات ده بغلل من قيمتك فبالتالي حاول تركز مجهودك في إنك تقدم الوظيفة يكون في احتمال كبير جدا إنه ياخذك فيها شكرا لإستماعكم للأسف الساشن ده ما كان الانتراكتف ما قادرين عشان العدد كبير ما قادرين نعمل انميوت على ثلاثين ونسأل الناس وندي برمامج الناس تقدر تواكف فيها أرجو أني أكون قد أفدتكم حتى ولو بالقليل وزي ما قلت لكم أنا ما عندي كل الأجوبة دي كلها حصيلة خبرتي في مجال العمل وشكرا لكم شكرا جزيلا أستاذرين والله كانت أرواع من المحاضرة الأولى أنا شخصيا حضرت المحاضرة الأولى وستفيدت كثير والليست باستفيد أكثر شباب يا شباب الزول الهند سؤال زي ما أقول لكم يا عرف عيدو نعمل لها ميوت أنا بحاول لك الأسئلة والتعليقات التي تكتب في مجوعة الفيديو سؤال من أحمد آدم أنت ميوت ممكن تعالي صوتك بس شوية يا أحمد ما سمعت لا سمعتني كده السابق الصوت بس بعيد شوية أيوة يا وافي أيوة صوت رابط أيوة كده أوضح أحمد آدم لديك سؤال أنا أترك تحت لك الماء تخبر أحمد 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 من أشان مه Wouldn't أحمد أنم يكبر كده ستاعده ستاعدتك مع حاجة أنا لا ساعدتك مع حاجة صوت ضعيف شديد بالنسبة لي نشوف أحمد آدم ما جاهي نور الدين حسن نور الدين حسن ظهر معي ورقا نوتيت نور الدين حسن أفتح المايب السلام عليكم مساء الخير أهلاً يا أستاذ نور الدين مساء النور أهلاً يا دكتورة جزاك الله خير وبجت والله محضرة جميلة جداً ومتازة شكراً كتر خيرك أنا من الخرجين الجدد وأدعى بدأت كتبت السيرة الزاتية وخالي مشروع يعني بجت دي أنا أخطاء كثيرة وأحاول أعدلها استويدنا من المحاضرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كلنا لما نتخرجنا كنا من غلط وما من كنا عارفين إن شاء الله تستويد منها إن شاء الله يلاً يا سؤالي الأول أنا قدمت بالسيرة الزاتية اللي حقين عملتها بالنسي بعد ما اتخرجتها وحسي بعد ما شفت المحاضرة اللي جيتها فيها بعض الأخطاء يعني قرابة ثلاثة خطأ وقدمت بها في وظيفة التدريب السؤال أول هل بيحصل شما؟ تمام؟ السؤال الثاني بالنسبة للمواقع التخصص الاجتماعي والمواقع تعتها الوظائف الزوم يطوال يرفع الـ CV حقه مباشر وكثرة رفع الـ CV على الويب سايت هل ده مفيد ولا فيها سلبي تمام طيب بالنسبة للسؤال الأول لو الـ CV بتحتك فيها بعض الأخطاء ده بيحتمد بعد ذاك على عدد الناس المقدمين للوظيفة إذا العدد كبير حسب برضو الشخص اللي هو قائم بعملية التصفية إذا هو عنده زمن ممكن عائلة السيرة الذاتية بتحتك وبعد ذاك إن شاء الله بإذن الله تعالى ممكن راجعة وبإذن الله نادوك للقائمة الغصيرة إذا ما حصل كده بكل انت استفدت واذا علمت وما في مشكلة إن شاء الله هالمرة الجاية تقدم وتنجح في الوظيفة بالنسبة لرفع الـ CV بتحتك أيوة دائماً لازم ترفع الـ CV بتحتك بيكون في المواقع اللي بتقدم لها أونلاين دي أو في الإنترنت بيكون فيها برضو فرص إن الواحد إرفق الـ CV بتحته أو يعمل لها attachment وتعمل لها attachment وتملل فورم بتاعك وترسله دي حاجة أساسية الكمبيوتر بيعمل سكريننج للفورم اللي انت بتملاهه الـ CV أو السيرة الذاتية تعمل لها attachment دي معناتها لما الكمبيوتر يعمل لك تصفية ويلقي إنك إنت مثلاً كويس للوظيفة دي بيعمل زي 100 CV بيطلعها بعد ذاك موظفة تعيين بدل ما يصفي الـ 2000 CV بيجيه بيصفي بساً 100 CV دي ويقوم بيراجع السيرة الذاتية بتحتك عشا شوف إنها هي متابقة مع الوظيفة أو غير ذلك تمام؟ تمام، تمام، ممتاز شكراً بالتوفيق إن شاء الله الله يكمل إن شاء الله طيب، السؤال البعض محمد موسى، تطبع المايك بتاعك مفتو بعد محمد موسى أروى السلام عليكم ورحمة الله أهل لي أستاذ محمد طبعاً المحاضرة كانت جميلة جداً شكراً لكم شديد طبعاً استفدنا منا شديد والله شكراً لكم جداً عندي بس حاجة بسيطة دارة تكلم عنا أنا اسمي محمد موسى شاقال في شركة أمازون هنا في ببي عندي خطب خبرة في عملية كثيرة جداً لقريبة عشر سنوات بس دارة أتكلم بحاجة بسيطة في موضوع الـ CV نحن عملنا انتربيوهات كثيرة وفهمنا الناس سودانيين جونا في أكثر من شركة تكنولوجيا ففي كتار بدتموا معلومات والمشكلة لما نسأل وكنا من الأسئلة ما بعرف جاوبها هو بكون عنده كاتبة في الـ CV يعني عند الناس يكون كاتب الحاجات التي بعرفة فأنا كنت بخدت الـ CV بس أسأله بس من الـ CV بتاعه وزوعته جاوبني عن كده ما بيجاوب فهذه حاجة خطر جداً لن تتبهي لها إذا عملتك كلمات كبيرة في الـ CV مفترض يأخذوك لأن الحاجة التي كتبتها حدي السائل منها حاجة مهمة لازم يكتب كلام بطريقة جميلة جداً بس ننتبه للحيات لازم يكون عانش يجاوب عنها حتى لو ادي معلومة بسيطة عنها دي حاجة وحاجة سريعة ثانية عن موضوع سائل سائل نحن عموماً يعني في العمل المستغلاء نكون خطين طبعاً سائل وكده للناس فإنما نسأل عموماً نحن عاوزين نعرف الزول يعني هل هو أطلب عارفة سائل لأنه فاهم سواء الشغل ده بياخد كم نحن خطينا البجاج ونحن خطينا العموماً نحن معظم الوظائف خطيناه إذا كان الجونيور إذا كان السينيور السيلاري مخطوط نحن نزيله إذا الزول يعني كده مرات نطلب حتى زيادة للزول لو حتى الزول الزول الجناه وجوي شديد نطلب زيادة له عشان نديه البتاع ده لكن شنو يما نسأله نحن يعني خاصة شركات نسأله الزول بس عاوزين نشوف الريدنس بتاعته كيف جاهد ما جاهز عارف ما عارف الناس بيجاوبوا كويس الناس بديو رينج وده حاجة كويسة جدا وقلان نحن نحن نتعلم من كده لكده ودي حاجة كويسة جديد بالحاجة نحن نحبزها وفيناس بيجيصون فنافزهم الارض بدون حاجة كده تحت سديد بداية حاجة كده نحن نستغرب منه يلحاجه للبتاع حاجة سريعة موضوع الكبر لتر انا ما حذفت المحاضرات الجابلية ما عارز ما تكلمت عنها قبل كده فما عارزك ما تكلمت عن الارض وامدخلت هين بلينا برضو متأخلا شوية فما عارف بكتورة كلامتي عنها ولا موضوع الكبر لتر اللي بخطتها مع السي في وقبعتها ده بس نعمل شكرا لكم جدا الله يديك صح والحفظ تخيرك سؤال جميل جدا جدا طبعا السي في أي حاجة أنت بتخطها في السيرة الزاتية زي ما قلنا قبلك هي بتكون عرضة لسؤال أي حاجة بتتكتب نحن للإنتربيو بتاعك بتكون في عرضة لأنك تسئل منها فمهم جدا أنه أي حاجة تكتبها تكون هي أنت مستعد على أنك تدافع عنها أو توضحها أثناء الإنتربيو بالنسبة للو زي ما قال الأخ محمد مهم جدا جدا أن الواحد عارف غيمته في السوق عشان لما نسألوه المرتب المتوقع هو شنو يقدر يجاوب عليه فدي حاجة مهمة الناس تحاول دايما تعرف سعر الزور في السوق قدر شنو المرتبات وصلت وين الواحد يكون متابع بالنسبة للcover letter لأنا ما غطيته هنا ولا حتى غطيته في المحاضرة الفاتت لأنه الcover letter حسع بيقت تقريبا ما قاعدين استعمالها كتير بتستعمالها دايما في المنح أو في موظيف محددة لكن مكتبا مستخدمة كتير جدا الcover letter هي عبارة عن اختصار بيوري تحديدا أنت الشقف بتاعك هو شنو اشتغلت شنو وقدرتك أو strength بتاعتك هي في شنو في شكل أسعي ما في شكل بتاع السيرة الزاتية متأسف أني ما غطيته هنا لأنه ما حسى أنه في كتير حسب خبرتي ما في كتير من المؤسسات أو الشركات بتطلبها عادة يطلبوا وبعض الشركات بيقت بسيطة جدا الناس اللي بتركز فقط على الـ CV لكن ما في مشكلة لو عندك أي حاجة في الcover letter أو لو الناس حسن أنه محتاج أنه محاضرة في الcover letter أو session في الcover letter ما في مشكلة أنه ممكن أقدم مرة تانية session حاليا لو عندك أي مشكلة ما في مشكلة أنك تتواصل معي في الخاص أحاول أن أساعدك في الcover letter حسنًا أمام الكلام جميل طيب في سؤال في الشات كتبوا مرتضة باسم السيد بقول هل ممكن أكتب في نهاية الرسالة في انتظار رد منكم أو أتطلع لرد على رسالتي وهل التوقيع وكتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني في الرسالة مهم أنا ما سامع كويس السؤال السؤال المرتضة بقول أنا ممكن أكتب في نهاية الرسالتي أتطلع للرد منكم أو في انتظار ردكم الcover letter أيها ممكن تكتب أنه أنا متوقع منكم رد أما في السيرة الزاتية أو السيدي لا السيرة الزاتية هي formal document أو يعني document رسمية ما بتحتاج تكتب فيه أنا متوقع منكم الرد لأنه شي طبيعي إنه هم يردوا عليك إذا اختاروك في short list طبعا لو قدموا ألف شخص قلنا أو ألفين شخص ما حنقدر نرد على كل الأشخاص في بعض الشركات عندهم automated emails اللي هي بدون بترسل للناس كلها اللي قدموا وبتحت زر لهم أو بتنادي الناس اللي هم تكتبوا في short list ما بتحتاج يا أخ مرتضة إنك تكتبها بتوقع منكم رد من زوج الشركة أو من التعامل بدع الشركة هي أصلا مفوط ترجع لك ويصبح في سي بي المحاضرات الأونلاين الكورسات الأونلاين ناس إدكس أو كورسيرا هل هي بتضيف سي بي أو لا؟ والسؤال الثاني برضو في الاختيار الوظيفة يعني أنتك معينة الوظيفة بتركز على الحاجات ألا لا؟ يعني هل بتأثر في قرارك على الاختيار الشخص ده أو لا؟ الكورسات أيوة بتساعد إذا كانت كورسيرا أو أي كورسات تانية أضافت لك ودعلمت منها هي بتساعد دفنت لن لما لقرسي بي بتحتك والقاك إنك تتعامل لكورسات أهم حاجة إنو الكورسات اللي انت بتاخديها أو كاتباها في السيرة الذاتية دي تكون لا علاقة بالوظيفة اللي انت مقدمة ليها يعني مثلا إذا انت مقدمة لي وظيفة بتاعت محاسب وتكتبي لأنك أخطي مثلا كورس في العلم النفس ده ما لو أي علاقة بالمحاسبة بالتالي ما بيعني لي حاجة حيطول السيرة الذاتية ساكت أما إذا انت عايز تقدمي للمحاسبة وخدتي كورس مثلا في المراجعة المحاسبية مثلا أيوة ده حيكون مهم بالنسبة لي وحسألك سؤال حاقول لك تعلمت شنو من الكورس دي أول ما أقرأ إنك تعمل أنت الكورس ده ولو علاقة بالوظيفة واحد من الأساس اللي حسألك له حاقول لك يا أخي الكورس ده قال أنت تعلمت منه شنو وريني ليه وعشان أنا أقدر أعرف من الكورس ده دخلتي واخدتي شهادة ساكت ولا دخلتي ودعلمت منه حاجة حضيفي بيها ليه الوظيفة كلام جليل طيب الفرصة لأحمد آدم للمرة الثانية ورأني يتيت أحمد آدم بعد أحمد آدم ديبتور راشة جعفر أحمد آدم تفضل ما يترفونه فتوح أحمد آدم راشة جعفر دكتورة راشة جعفر أحمد آدم السلام عليكم أهلا أحمد آدم أحمد آدم أحمد آدم أحمد آدم شكرا للمحاضرة الجميلة الله يبارك فيك شكرا لك للاستماع أليم أفضل بس يعني أنا خريج جزوات جديد يعني خرجت كده ومثلا تحت لدي فرصة بتاعة وظيفة فمثلا عايز أكتب مثلا السي في أو لدائر أقدم في الوظيفة دي المطلوب شنو يعني مثلا بالنسبة للسي في أيوة السؤال السؤال شنو يلا السؤال مثلا أنا تخرجت ما اشتغلت في أي شغل أيوة وأتيحت لدي فرصة بتاعة توظيف دائرة أكتب سي في ودائرة أقدم في الوظيفة دي أكتب شنو يعني أنا أصل أتخرجت ما اشتغلت في أي حاجة تمام ما في أي مشكلة يلا بالنسبة للناس الخريجين دي المهم جدا إنك إنت الفترة الجامعية دي تستفيد منها في طبعا أركان نغاش في جمعية الأدباء في جمعية الرسامين في عدة جمعيات الناس كل ما تشترك في الجمعيات دي بتستفيد منها بتعلمينها حاجات جديدة وممكن تكتبها في السيرة الزاتية ففي السيرة الزاتية بتاعتك لو أنت دخلت في أي جمعية كنت مثلا مزؤول عن الإدارة المالية أو مزؤول عن أي حاجة في الجمعية دي ممكن تكتبها في السيرة الزاتية لأنها بيعتبر بالنسبة لك خبرة بتعلمت منها حاجة تكتب في السيرة الزاتية بتاعتك إنك إنت خريج جديد وزي ما قلت لكم قبيل تربط المشروع بتاعة التخرج بتاعك إذا كان عندك المشروع بتاع التخرج ربطه بالوظيفة الانت مقدم لها بقدر الإمكان في بعض الأحيان قد تكون صعبة لكن إذا قدرت بقدر الإمكان تربطه بالوظيفة الانت مقدم لها دي حاول تربطه دي لحاجتين اللي بفيدوك في الوظيفة بتاعتك وخليك شجا الوظيفة التي تقدم لها تتجهز نفسك بعد ذاك للإنتربيو أنا ما فهم أنت لما تقول اطيحة لك فرصة هل هم قال لك قدم لنا أو إحنا عايزين نديك فرصة بتاعت تدريب لا لا ما هم أصلا قدموا للفرصة يعني زي الوظيفة اللي بتكون عامة أنا لقيت وظيفة في مجال وتيحت عامة كده أيها بس ركز على النقطتين دي لو كنت اشتغلتها مثلا في جمعية أثناء الجامعة مهم جدا دي خبرة عملية ممكن تكتب ليا من الخبرات العملية إذا انت ما عندك أي خبرة في الجامعة مثلا ما اشتغلت مع الجمعيات أو أي نشاطات جامعية ممكن تكتب بس علاقة المشروع بتاعك بالوظيفة اللي انت مقدم ليها في الحالتين دي لو ما وجدت أكتب السيرة الذاتية بتاعتك كما هي أنا درست كده أتخرجت من كده أكتب بعد ذلك مهاراتك مثلا إنت بتفتكرين نقل لو أنا عملت لك لها اختبار أثناء الانتروبيو حتى تقدر تجاوب عليها مثلا لو إنت عايز تقول مثلا أنا عندي مهارات في التعامل مع فريق خذق لك سؤال أقول لك طيب لو أنت التعامل مع الفريق دية وفي واحد مختلف معاك في الراي هتعمل شنو فبس تجهز نفسك على أي حاجة أنت بتكتب في السيرة الزاتية حيكون عندنا فرصة إننا نسألك منها شكرا يا دكتور سلام وشكرا الله يلا سلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا دكتور الله يديك العافية يا دكتور رشا جحر أهلا تقاصل تقاصل تكنولوجيا عندي عندي سؤالين والله والسؤال الثالث إضافة يعني مثل أنا في مجال التدريس يعني لازم في سي بي بتاحتي أكتب الفلسفة بتاحت التدريس الل énorm حقا إحتبارانا مجال تدريس جامعات لو دير اكتب بالسي بي بتاحت يعني لازم أكون خاطة الكفر التي بتاع السي بي وخاطة معه الفلسفة بتاحت التدريس ولا ما ما بي نظروا ليها يعني سؤال الثاني القبعد طيب يلا أنا أجيب لك على السؤال ده وأسأليني السؤال الثاني أنه نمر كبير ما بتذكر كل الحاجات طيب المدرسين لو بيطلبوا منك أنك تكتبي الفلسفة بتاعتك بتاعت التدريس أما يسجلسي أنك تخطيها في كفر لتر طوالي لأنها دي هي بتوسع المجال لأنه زي مما قلت لك السير الزاتية أضيفة مع الكفر لتر ولا خليها هي لحالة الكفر لتر طبعا هو دايما بيكون مرفق مع السير الزاتية بيكون الصفحة الأولى قبل السير الزاتية مختصر يعني أيوان مختصر بتاعك كيز ترفقه مع السير الزاتية في حتة واحدة تكتبي فيها الفلسفة بتاعتك بتاعت التدريس وفي السير الزاتية تكون كاد بينك تدرسي من حتة الوقت الفلاني للوقت الفلاني حتة المكان الدرستي فيه ودرستي يعته مادة أيوة استفيدي هنا من الكبر لا تر في إنك توسعي الحاجة التي عيشت بوليها الحاجة الثانية حيانا أن الشهادات أو الدورات التدريبية أو الشهادات بتكون تاريخة هجري وبالذات ما يكون التقديم على المواقع يعني بيكون لازم ميلادي ما أعرف بالحيثة دي حيانا الواحد يعني لازم تكتبي بنفسه التاريخ المكتوب على الشهادة أو اللي حوليه من هجري إلى ميلادي ودي برضو كنصيحة يعني مفروطة ديها للناس برضو إن كمك ما زكرت يعني كثير من الناس ما بينتبخوا للحيثة إنه لازم يعني تكون التواريخ مصبوطة يعني في ناس بكتبوا كده تواريخ من راسهم يعني سايكد يعني يمشي يعني يعني إيجي شخص يغارن السي في بتاعته مع الشهادات هل هو الفغة بالإقابة عيدة جدا دي ملاحظة كان برضو كنت عوزة أقول لك تنبهها للناس تمام شكرا يا دكتورة رشا دي ملاحظة جدا اللي هي بتتكلم دكتورة رشا عن إنه الواحد لازم التواريخ بتاعته اللي بكتبه في السيرة الزاتية تكون هي متطابقة مع الشهادة بتاعته ودي هي مهمة جدا حتى لو كانت ميلادي تحوليها لو كانت في الشهادة مكتوبة هجري فتحوليها ميلادي إنها ما يطابق هجري صح أيوة ما يطابق بغدر الإمكان طبعا إحنا بنخلي فرصة يعني في التحويل بتاع الهجري لميلادي ده ممكن أزول يخلي يعني ممكن يتقع فيها بعض الأخطاء طبعا الأهم حاجة في السي في بتاعتك إنها تكون consistent تكون كلها بتشبه بعض إذا حنتكلم بالميلادي كلها تكون بالميلادي إذا حنتكلم بالهجري تكون كلها مكتوبة مانيا للسؤال هنا يعني أنا الدورات التدريبية حيانا بتكون مكتوبة بالهجري يعني اضطرة مثلا أنا في السي في والسي في أنا بديت أكتب بالميلادي يعني يا إما حول السي في كله بالميلادي والشهادات بعضها بالهجري واحدة بالميلادي يعني هاي المشكلة بتاعتواجهني أنا يعني بس حول التواريخ بتاعت الشهادات بتاعت الحجري اكتبيها بالميلادي أيوة لأن في الخليج هنا أغلبهم هجري يعني أيوة إذا كانت الـ CV بتحت كلها بالهجري اكتبيها بالهجري إذا كانت كلها بالميلاد حوليها بالميلاد واكتبيها والشهادة عندنا مكتوبة بالهجري حنراجع إن شاء الله بزاك الله خير يا فدورتك مرة جميلة واتمنى إنو دكتوران ونزلينا على اليوتيوب لأنو الأولى ما حضرتها يعني حضرتك وما حضرتها من البداية برضو صح لما في مشكلة إن شاء الله تنزل لكم على اليوتيوب بإذن الله شكراً لك شكراً على المشارك شكراً شكراً أستاذ الله يسرقين شكراً لكم جميلة هناك سؤال مالك رافي عدن حوزن السؤال من سارة عثمان يقولون إنها حضرت الجنس الأولى ومستمتع بالجنس الأولى وتسأل إنك وعدت فيهم هتعمل جنسة عن الأول ستنشهور بعض الطوضي هل تقررت مواعيدة؟ إن شاء الله يوفي نعمل ساشن عن الواحد أول ما يتوظف أول ستة شهور من التوظيف كيف يستفيد من العمل شكراً لكم بإذن الله بنا أعلنه شكراً لكم بإذن الله بمإذن الله حدوث على المؤسسة لهم جناً لواحد يقول لكم بإذن الله بإذن الله عنه وهذا نفس السؤال لماذا أنا أوظفك هو نفس السؤال بس بطريقة تانية أضيف شنو فإنت بتستفيد من السؤال إن كتب بتوري المهارات بتحتك هي شنو وهي حتقدر تضيف شنو للشركة الشركة طبعا هي مؤسسة تجارية مهما أكان عايزة توظيف زول تستفيد منه وفي نفس الوقت تفيده بقدر الإمكان فإنت لازم عشان أنا أوظفك أثناء الانتربيو وأخطني عبيك أوريني أنت حتقدم لي شنو عشان أنا أشاغلك بالذات في الوقت الحالي لأن المنافسة بيجد كبيرة جدا لازم تكون عندك قدر على الإخناع إنك تقنعني بإنه أنا ليه أوظفك فبالتالي تربط مهاراتك بالوظيفة التي أنت مقدم لها السلام جميلة مالك 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 في آيات السير مالك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركات أهلاً وعليكم السلام وعليكم السلام في السلام اللغات بعملها جدول وعليكم السلام مثلاً اللغة الإنجليزية في يقولون جيداً أو جيداً هل أنه نعمل جدول في سيفي ولا نعمل بدون جدول في كثير من الناس بقول لي أخي في كثير من الناس بقول لي أخي السيفي لا يوجد دائماً جدول ولكن ذلك خصوص اللخات شكراً على السؤال يا طبعاً هي ممكن تعمل جدول في السيرة الزاتية طالما الجدول دا ما هيخلي شكل السيرة الزاتية الشكل بتاعها مهم جداً أن يكون شكل جزاب وشكل مرتب وشكل منظم إذا عملت جدول باللغات التي تتحدثها ودي بتوضح مثلاً القدراتك اللقوية ما في مشكلة ممكن تكتب الجدول لكن في مفاجآت بعض الناس بيكتبوا لغاتهم يكونوا ما بيجدوها أثناء الانتروفيو بيسألوهم أن مفجأة ممكن تلقى شخص لتكلم معاك اللقوة لانت كاتلة دية مرة واحدة جادت هي بتتكلم لغة اسبانية كاتبة وانا بتكلم لغة اسبانية فأثناء الانتروفيو كمتسألت سؤال بالأسباني ما قدرت تجاوز مجرد ما انت حسيتينك انت كذبت في الانتروفيو بتاعك ما بواصل في اني أمشي معاك في الانتروفيو لقدام حسنا 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 شكرا لكم كتير وبارك الله فيكم إذا تصفت وصلت لقائم الغصيرة نرسلك نقول لك عليك الله أرفق الشهادات بتاعتك كلها عشان نقدر نشوفها ونطابقها مع السير الزاتية بتاعتك زي ما قالت دكتورة رشا قبيلك نقدر نشوف إنه الكلام المكتوب في السي بي هل هو مطابق مع الشهادات أو لا لكن ما في داعي في ناس بيرسلوا السير الزاتية ورسلوا الشهادات بتاعاتهم ورسلوا رخصة بتاعت السواق بتاعتهم والجواز بتاعهم ما في داعي ترسل كل الحاجات دي بس السيرة الزاتية السلام جميل تقوى إجريس قبلنا ما يتفاتح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا مبسوطة جدا طبعا يعني من الانتراكشن الحسي حاصلة بقصوصة سي بي والماركتين والبراندين يعني زي ما قال إحنا ما عندنا صوت كان واصل لكن كتل خير دكتور أنور يعني ومجموعة نيرة اللي انتوا استمعوه أنا للأسف جيت على آخر السيشن أنا اسمي دكتورة تقوى وطبيبة وقرادويتيت وأصلا ريسيرشر حاليا في يو اس وأنا يعني أنا اشتغلت سرو لينكين وقرادويتيت من السودان نعم عملت جزء من البوستقرادويت بتاعي في مصر لكن في الآخر البوزيشن أنا جيته هنا ما عنده علاقة بالتحضيري في مصر العلاقة بتاعته الأساسية أنه أنا زولة جرادويتيت من الجامعة فقط هما ما دايرين ما دايرين أي حاجة إضافية كانت ساهل جدا الناس الأكسفورت إنهم يعرفوا إذا أنتوا ناجلين السيبي دا بيصمتوا مثلاً من اللي هو ما عرف بيسموها شلو شافنها مثلاً من حتة تانية ولا لا لازم يعني ما بقول إنه نكتب نألف يعني ما في بني آدم بيقدر يكتب كل الحاجات يونيك لكن في نفس الوقت يكون في شكل من أشكال التمييز إنه الحاجة دي إنت عملتها وبازلت فيها مجهود ما يبقى شكل السيبي إنه هو كوبي بيست من مكان يعني أحياناً الواحد بيحاول يساعد ناس إنه يلقليهم بوزيشنس ولا أي حاجة لو تقول لزورة السيلية السيبي أو رسيلية السيبي بتجي الحاجات عبارة عن كوبي بيست وظاهرة يعني أنا اللي ما شغالة في HR بكون عارفة إنه دا كوبي بيست من اللانجوش من طريقة الرصة تحت الحاجات من الأسلوب من حتى شكل يعني في شكل بتاع سكيلس إحنا أصلاً ما موجود عندنا حتى في تدريبنا مثلاً في المستشفيات السودانية فما ممكن تي تكتب ليا يعني وأصلاً أنا متأكدة 100% إنه إنت ما عمل على الأقل أنا بتكلم في مجالي يعني أنا بعرفه دي حاجة الحاجة الثانية ويعني تخيلوا يعني إنه أنا مثلاً أنا واحدة بس بيكون دوري زي ما بقوله دور المناولة بس ما عندي حاجة تانية إضافية بعملة يعني أيو فالزولة الأكسبرت ديفنيت اللي حيعرف دي نقطة النقطة الثانية الحتة اللي قلتيها دي حتة مهمة جداً إنك تعرف نفسك وقيمتك في السوق الحاجة اللي بتحصل هنا ودي بشوفها يعني أنا الفترة تحتية تيمبرار وحخلصها وحارجع لكن اللي بيحصل شنو الطرف الثاني بيوظفك عادةً بيكون البجيت بتاعه دي بعد كده يعني إحنا عرفناها في كورسس يتعاملت يعني بيكونوا حاريصين وتوديفولو الامبولويز بتاعه نوم وكده وبيوروهم الدنيا بتمشي كيف فقالوا لنا إحنا دايماً بيكون في أفرج بتاع بجيت قاعد لما أنا أجي أخدتك جدامي وأقول لكي طيب إنتي عايزة مرتبك نفترض جدلاً يعني مثلاً إنتي قلتي أنا عايزة خمسة في الشهر هو ديفينتلي خادتي سبعة فلو إنتي قلتي لو إنتي قلتي الخمسة إنتي هو ما حيقول لكي يا أخي إنتي قيمتك سبعة ما دام إنتي مقيمة نفسك كده ذات سب إنتي كده ريحتيني لكن طبعاً لو قلتي ليا ثلاثة بعد كده أنا حابدأ أشك أصلاً إنه إنتي معناته فيه أندريستيميشن للأبيريتس بتاعتك ومعناته فيه ويك بوينت فيك موجودة فأنا بقى ريلاكتن بعد كده في إنه أنا أديك الوظيفة فمهم جداً نعرف نفسنا ونعرف الأفريد بتاعنا ونفتش نفتش في الماركت ونسأل والسؤال عمره ما كان عيب نمشي المكان اللي إحنا حنتوظف فيه أو المكان اللي حنعمل فيه انترفيو ونسأل السؤال دي الحاجة التانية الحاجة التالتة ودي حاجة أنا لاحظتها يعني دي من تجارب الشخصية وبعد كده الواحد بعد ما بيقى بيشوف وبسمع مع الناس وكده نحنا ما بنعمل ترينيج لي نفسنا يعني أنا ماشي انترفيو ما بعمل ترينيج لي نفسي قدام المراية مرة ومرتين وثلاثة وأربعة الناس دي بتعيد وتعمل ريهيرسل خمسة وستة وسبعة وقدام المراية ومع زملانه ومع زميلاته وبيتصلوا تلفونات وفجأة تلقي فيه زول بيتصل بيك بيقول لك أنا مثلاً وناس يعني أصلاً ما جنسية تجزاتهم ولا بيعرفوك عرفة يعني تسكر يعني بيقول لك أنا عايزة عمل معاكي conversation I have interview tomorrow فما عايزة أطويل معاكم يعني هو ما سؤال على قدر ما هو بس يعني زي ما بيقولوا من قلب الحدث ما نستهيم هي مش social media يعني professional media الموجودة زي linking profiles و indeed والحاجات دي نرفق CVs بتعبر عننا نكون صادقين نكون honest ما في بني آدم بينفخ نفسه ما بيظهر في الانتربيو والله بنظهر أي كلمة ختيت وسبحان الله زيكا أنه هما بيكونوا عندهم كشاف بيوريهم الحاجة الانت كاتبة دي هي حاجة ما انت ما صادق فيها I don't know how they know this لكن بيمشوا عليها وبينقروك فيها وبتطلع في الأخذ حاجة صحية يعني مرة بذكر كتبت أنه أنا الخافص بتحتي meditation واحدة من الانتربيوهر كانت زونة expert في المديتاشن وأنا فعلا بحب المديتاشن لكن يعني ما الحب اللي هو يعني مخليني أقدر أتكلم فيه باستفاضة يعني فقالت لي tell me about meditation وخلت السي بي كله وقد دخلت لي في المديتاشن يعني فنحنا بس نكون حريصين في الحاجات حقاتنا دي وبليز لينكي in profile والأن حضرت اليوتيوب سيشن بتاع السودانيز رسيرشر في يوتيوب وبرفكت وممتاز وأتمنى كل الناس اللي بتسمع حاسي تحضر اليوتيوب سيشن دا يعني وإذا هم حاسين إنه عندهم لسه فيه أسئلة يرجعوا تاني للقروب وأنا متأكدة دكتور أنور ما بيقصر معهم في الحتة دي وشكراً لكم آسف جداً للإطالة شكراً التعليق جميل جداً جداً الأخذ دي قالت كلام مهم جداً جداً أول حاجة قالت إنه الناس ما تحاول تنسخ من السيرة الزاتية بتاعت شخص تاني لأنه أي حاجة زي ما قلنا مكتوبة في السيرة الزاتية حيجيك منها سؤال وحيتأكل إنها هي صح أو غلط فكل ما تكون الحاجة متميزة والشخص يكتب السيرة الزاتية بتاعته بأصورة كويصة كل ما بيكون أفضل فتاكرة التعليق التالي المهم جداً جداً إنه الناس برضو تحاول إنها ترفق السيرة الزاتية بتاعته في السوشال ميديا أو اللينكدين على أس إنها هي تكون أساسية ومتكذب بقدر الإمكان في السيرة الزاتية أنا دايماً بقول للناس يعني أنا لا أكذب ولكني أتجمل زي ما قلتك بالك المثال بتاع المبيعات بيحت موبايلين بتي بخمسين في المية اللي هي أنا ما كذبتها لكن كتبتها بطريقة جميلة فالناس تحاول تتجمل القرض من السيرة الزاتية إما توصلك للإنتربيو والغرض من الإنتربيو إما توصلك للوظيفة دي هي الرحلة بتاعته التوظيف فالناس تركز على النقطتين دين شكراً للمداخلة وكلام جميل جداً جداً شكراً على التعقيد من اللي ترى تقوى من اللي جميع التجمعين في سؤال من السارية قد في كتبت أنه هناك ناس بينسخوا الكلام من أشخاص آخرين في حال مثلاً يشتغلوا في نفس المكان أو يتقرروا في نفس الجامعة أردت أن تنبيه على المطلبي قالت برضو في مواقع في مواقع في تد في كونتراكت وأنه حصلت معاها في أربع من زملائها نسخوا نفسي السيدي بتاعه طائق الكلام طبعاً إحنا عندنا لازم برضو نكون مواقعين إحنا عندنا ضحف في الثقافة بتاحت السيرة الزاتية وكتابة السيرة الزاتية ويعني إحنا ما عندنا مثلاً ما عندنا الحاجات هي موجودة مثلاً في الغرب كله بيت فيه كمبيوتر كله بيت فيه اللابطوب أنا لسنة شهر 12 لما ماشيت السودان بقدم في نفس المحاضرة دي في بعض الجامعات أول مرة اكتشف إنه الناس بتكتب السيدي بتاعاته في الموبايل في ناس ما عندهم بيكتبوا الحاجات بتاعاتهم لي في الموبايل فبيصعب عليهم إنهم مثلاً يكتبوا الحاجات بالتفاصيل ما في مانع إنك إنت لو عايز تنسخ أو تكوبي الحاجة كوبيت لكن أعمل تشينجز المناسبة فيها زي ما قال الدكتورة طقوة إذا جاتني سيبيتين من صديقتين صاحبات يشتغلوا مع بعض رتبوا السيبي بتاعاتهم اللي تمين زي بعض دفنت دي المحاعين ليهم إذا إنت عايز تنسخ أنسخ لكن أعمل التغييرات المناسبة لتتخلي السيبي بتاعتك مختلفة من الآخرين أنا أقبلك وردكم السيبي إذا الاثنين بتاعت أيلون موسك وبتاعت مارتن الواحد بعين للسيبي اللي هي بتكون جذابة وبتكون هي مختلفة وبيحاول إجراها إنت دايماً لما تقدم السيبي بتاعتك بالنسبة للشركة إنت عايز موظف التعيين يجرى السيبي بتاعتك عايزة زي ما قال الدكتورة طغوة السيبي بتاعتك تكون مختلفة تبرز من ضمن السيبي الألف السيبي بتصنيد إنت عايز حقا تكون مختلفة تجذب النظر أنا مشي أقراها إذا لقيت إنت نفس السيبي بتاعتك دقت على الشخص الثاني حاشك أي حاجة إنت كاتبة في السيرة الزاتية لو نسختها اتذكر أي حاجة إنت كاتبة في السيرة الزاتية ممكن إيجي منها سؤال التواريخ بتاعت العمل المكان بتاعت العمل عشان اكتشف إنك تشغال في شركة محددة حسألك أسئلة عن الشركة اللي انت اشتغلت فيها الشركة دي عندك مفرع الموظفين عدد الموظفين اللي فيها قدر شنو السيستم بتاعهم بتاع المحاسبة ممكن شنو النظام بتاع التسويق هو شكله كان كيف دي كلها أسئلة ممكن تجيك عشان الناس يتأكد من إنك إنت أصلا اشتغلت في المؤسسة دي أو ممكن الشخص في المعاينة ممكن يكون شخص داهية زي ما بقولوه يقول لك والله أنا عندي صديقي شقائل هناك حاسألو حقادي ممكن توترك فإنت بالتالي مهم جدا إنك أي حياتك تبا حتى لو أنت منسختها تكون عارف إنك حتى تتسئل عنها وتكون مجهيز لها الإجابة المناسبة زي ما قلت لكم ما نكذب لكن نحاول دايما إننا نجميل كلام جليل والتعليقات كويسة جدا إن شاء الله الناس زي ما ذكرت أني يمشي تعب عن الجنسة بتاعة لندن ومحفوظه بحفوظه 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 طيب آخر ثلاث تاس نحن في اللايقة العنسة سؤال من السابيح يقول أفضل الخبرة ولا القرفات أفضل يقول أنا اشتغلت في المؤسسة واحدة عن أفضل الخبرة والقرفات فأنا البعض يقول أنا اشتغلت في المؤسسة على فترتين مختلفتين لما أجي هلأ ألتزم بالفارقة الزل ونأخذتها بس كلها في حتة واحدة شوال الأخير وزهرة تاني بتقول هلأ الحالة المعينة برورية في سيدي أعزتني بزوج طبعا طبعا صعب أن أتذكر كل الأسئلة دي قلت لأي واربعة لكيش نحاول لو فلطيت واحد تقول سؤالة من الخبرة والقرصات أيهم أهم حاجة الخبرة خبرة أهمة من الكرصات وهمة من أي حاجة خبرتك هي أهمة من أي شي زي ما قلت لكم هس حاليا في غانون نطلعوا ترامب قبل شهرين إنه الخبرة والمهارات هم أهم حاجة في العمل فبالتالي الخبرة أهمة من الكرصات ليه؟ الكرصات هي حاجات أكاديمية إنت بتدرسها أما الخبرة إنت بتكون مارسة الحاجات عمليا بالتالي خدرتك في إنك تنجز العمل بتكون أسرع وبتكون مار إفكتف أو أكثر جدارة ده بالنسبة للخبرة أو الكرصات السؤال الثاني كان عن شنون معليش ما متذكرة؟ مصعب قال يشتغل في فترتين مختلفتين أيوه في نفس المؤسسة لما يدرجة في السيئي بتاعته يدرجة كوظيفة واحدة ولا يخدها باللقابة الزمني بتاعها إذا كانت الفترة ما متباعدة يعني ما كبيرة مثلا الفترتين كان الفرق بيناتهم شهر أو شهرين ما في مشكلة إنك تتدميجهم مع بعض أما إذا كانت الفترة طويلة يعني ثلاثة شهور سنة سنتين خلي فارقة الزمن ووضح لينا فارقة الزمن ده كان ليه يعني ليه انتسبت الشغل حصلت ليك زعوف مشيت تدرس فتشت شغل في حتة تانية غررت أنك مثلا تاخد career break وما تشتغل دي كلها حاجات ممكن تكتبها إذا خليت الفجوة زي ما قلت لكم جبالك في السيرة الزاتية إذا خليت الفجوة ورينا الفجوة دي حصل فيها شنو إذا ما وريتنا ما حصل فيها شنو ادفنت لي هنا دي واحدة من الحاجات اللي حنرتقطها من السيري بتاعتك وحيتكون سؤال حيجيك في الانترويو الفترة ما بين كيدا وكيدا كنت بتعمل في شنو أو ليه في جعب طبعا لأن الجعب تكان وين حسنا جميل الجعبات تافية بإذن الله السؤال السؤال الأخير بيقول إنه هل الحالة الاجتماعية برورية تقول موجودة في السيري الحالة الاجتماعية ما تتكتب في السيرة الزاتية الحالة الاجتماعية دي بنطلب منك إذا كان مثلا عايزين نسفر الزول في حتة لمنطقة أخرى مثلا عايزين نعرف إذا عنده أسر عنده أولاد لسى نقدر تكتب تكتر فور أو إذا كان شغل بالطلب مثلا إنه الزول يشتغل متأخر أو إيجي بدري عايزين نعرف إنه الشخص ضيع حسب حالته ممكن إيجي بدري أو إيجي متأخر ودي طبعا بيحتمل عليها الحالة الاجتماعية بتحت الشخص في الدول الغربية ممنوع إنك في أغلب الدول الغربية ممنوع إنك تعين الزول اللي بيحتبروه تمييز إنك تعين الزول إنه متزوجة وما متزوجة وعنده أولاد وما عنده أولاد ما مفروض الناس تسأل منها لكن طبعا عندنا في الخليج وفي السودان يعني عادي الناس ممكن تسأل الأسئلة دية فلا عشان السيرة الزاتية بتاعتك تكون ساكسنت أو مناسبة الناس من لا تكتب الحالة الاجتماعية في السيرة الزاتية أخذ سؤالي من قبل أن أخذ السؤال الأخير لكن أريد أن أقول أنني أجبالك خطيت المحارات بتاعت كيف تقدر تعرف مهاراتك خطيت لكم إن شاء الله ناستفل لجتا وبرضو خطيت المحارات بتاعت الزول بتاعت السيرة الزاتية أخذ روعة الميكروفون مفتوح أخذ روعة رفعة جدا وكيف تقدر الانترنت قصر طيب في سؤال هنا عايز أجاوب عليكم قال أنا دايا من مجاهد قال عندي سؤال تدريب يعتبر خبرة ولا لا التدريب هو إذا تدريب عملي إذا قصدك أنك تدربت مثلا في شركة عمليا أيوة يعتبر خبرة أما إذا كان قصدك تدريب بمعنى أنك خطة كورصات لذا ما بيعتبر خبرة ديكتب يعتبر تدريب أو تدريب عن كورصات بس شكرا لك جدا يا أستاذ أجد عندك إبعافة أخيرة كنتم أن أحسن الجلسة أنا ما سامعك يا أستاذ وعافي ما عليك السؤال ما هو لا في الأسئلة أنا أقول شكرا لك جدا على الجميع الجميع في السيارة البطوري في السيارة الذاتية أجد عندك إبعافة أخيرة أو أي تعقيد كنتم أن ننهي الجلسة أجد تمام أول حاجة أشكر كل الناس ساهموا في إقامة السيارة المرة الفاتت والمرة دي دكتور أنور ودكتور ياسين ودكتور وافي شكرا لكم لإطاحة الفرصة بتمنى أن الناس تكون استفادت من السيارة وبأكد تاني ما السيارة بتحته هي ما الحاجة الوحيدة الناس ممكن ترجع عليها في دفنت لي في محاضرات وفي السيارة كثيرة الناس ممكن تستفيد منها وتدعمل معها بتمنى للجميع التوفيق وآخر حاجة خدوها في بالكم لو وظيفة أنتم مقدمين لها ما حياخدوكم فيها ما تقدموا للوظيفة دي إذا نادوكم لإنتربيو وإنتوا أراضي لقيتوا وظيفة أدخل لإنتربيو لذا أنه بتتعلموا منه وبتستفيدوا منه وبتدنوا خبرة من خلاله شكرا لكم شكرا للاستماع وشكرا لمجموعة الباحثين وإن شاء الله للجميع للتوفيق شكرا جزيلا أستاذ أريم وإن شاء الله التواصل في ستشن قادمة شكرا جزيلا شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم